وأنا عارف أنها ستزعل الناس وعارف أنها ستقبح والذي يزعل يزعل جدا بالنظرية وبالعلم أكثر المدن السعودية حيوية وأكثر المدن السعودية قابلية أنها تصل إلى تطلب الرؤية أن تكون في ثلاث مدن ضمن القائمة الميتة جدا أقربهم وأقلهم تكلفة للوصول والذي يقول جدا ما تستطيع هوا السمخة ليه؟ خلنا أخذ ليه لأن هذا الموضوع أبو شاهي نجيب لك شاهي أعطوني شاهي لأنه الحين دحين أنت أنت الآن دخلتنا في فحو الأمر أهلا هذا فنجان من ثمانية وأنا عبد الرحمن أبو مالح صحيح في فنجان حلقات متعددة عن تصميم المدينة وأدريني أزعجتكم فيها لكن هذه الحلقة مختلفة تماما الحلقة تنتهي بالحديث عن تصميم وهندسة الحرم المكي وليه مثلا تصميم الحرم المكي لم يراعي اللهوية المكية في بناءه وكيف صمم المطاف والساحات لكن كيف نقدر نناقش كل هذه الأفكار والنقودات على التصميم نحتاج أننا نتكلم مع المصمم للحرم ونفهم كيف يفكر وطريقة تفكير في العمارة والتصميم الحضري للمدينة تعطينا فهم لطريقة كيف صمم الحرم بهذه الطريقة ضيفي في هذه الحلقة الدكتور أبد الله بن جنيد يقول أن العمارة هدفها الأساسي هو صناعة الدهشة وأن تدخل التوسعة الثالثة للحرم إلا وتصاب بالدهشة في كل جزء منها لكن ما نقدر نتكلم عن الحرم بمعزل عن مكة ومجتمع مكة هل استطاع الحرم توظيف مجتمع مكة في تصميمه؟ وماذا عن الزائر والمعتمر؟ تبدأ رحلتها اليوم من المطار إلى القطار إلى الفندق في الحرم ويعود إلى المطار بعدين يرجع مدينته هل التصميم للمدينة يراعي احتكاك الزوار مع أهل مكة؟ بدين نخرج من مكة ونروح إلى جدة أبو يزيد يعيش في جدة ويحبها يقول أن جدة أكثر مدينة سعودية حيوية وأننا قادرين على إعادة الحياة لكثير من أجزائها بالتنكيد على السيارة قبل أن نبدأ شاركونا أسماء ضيوف أو مواضيع تقترحونها على فنجان هذه دائما تساعدنا في الوصول إلى أسماء رائعة راسلونا على بريد البرنامج فنجان الثمانية بيتكم أما الآن لنبدأ ولدك اسمه يعمر؟ يزيد الكبير هو واحد يعمر؟ لا يعمر هو الحليوة اللي دمه خفيف بس هو ولدك؟ هي كلهم يعني يعمر عليش؟ لا هذي قصة هذي تنفع لك ترى في التفكيد قل لي هذي أنا ولدي الأول يزيد أنا علي صراعات صراعات يعني تخرج عن المألوف نهائيا فسميته أنا اسم عائلتنا جدي جنيدب السابعة والثامن حاجة قديمة وحنا الوحيدين من ضمننا القبيلة كلها اللي يسمين بن جنيدب يعني جزئة بسيطة وكلنا يمكن أنتوا جاوزنا عشرة رأي جيل في جاني يزيد وقلت أبا سميه جنيدب يصير اسم جنيدب بن جنيدب تظلمه يعني قبعت الناس عليها والعماني والأنت خبلا تقول طيب أنا ألمي أنا سريت أنا مع يعني شح أنا سريت قلت يا أخي من حقي يا أخي أنا قال أخوي خالد خلاص بشرة بشرة نروح أسجله كل حاجة جنيدك جنيدك قال أعطني هذا وخلاص وأخذ هذا وراح بل الشهادة أنا قال ولم يزيد عندها اسكراجة ما أعترضت ألمي راح خالد أخوي وسجل يزيد وارسل لي الاسم يش هذا قال أقول لك بلا بأهل بلا جنيدب بلا قربيط بلا السؤال راحت اسم يزيد اللي مسجل أخو عمه موبنا سكت هل منهم يا بعدين جتني ريم ريم كمان حتى منعوني أسميها كنتم أسميها هيا حنا أسرة من القديم كل رجل فينا بنته الأول أسمى هيا دائما هيا 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 أبوي أخو هيا وجد يخو هيا وهلما جروا عماني أخو هيا لازم عند أنت الأولى اسمها هيا قلت سم وهايا قالت أختي هيا الله يا رحمة توفض قالت أختي هيا ولا ما تسمي هيا يا أمت الحلو ولا ما تسمي هيا قال المن قاله نحط قرعا نحطوا قرعا نحطوا لي هيا ما تطلع هيا تطلع ريم هاي شالهار جديد سوى القرعة أطلعت ريب والذي سوى هي يزيد كان سوى القرعة ثالث مرة الله يريم قلت أقول لك هاي بس خلاصين خيرا يا مجال أخير قلت قسما بالله واحد يتعرطني الآن لنكد عليه الآن هذه بيها نكد ما بيها كلام وقلت أبغى اسم لأنه يزيد اسم ممنوع من الصرف لأنه فعل معاي فأبغى اسم ممنوع من الصرف لأنه فعل وبحرف الياب ونحشرت فيه يزيد أجيب يمين أجيب يشوان وانا سبحان الله وانا أقرأ لي كنت أقرأ في القرآن وقتها لا يا عمر وما ساجد الله قلت هذا الاسم يا عمر وانا أحساب أنه أول مرة اسمه يا عمر طبعا ما فيه أحد يسمى لكن عندما دخلت أبحث وقل لقيت أنه في بعض الصحابة واحد من الصحابة من الصحاب اسمه يعمر وراحت يعمر وطلع حلو فيه ناس الآن يتنقلون الاسم واحد من أصحابه سمى أخوه الصغير يعمر قلت كويس لا اسم غريب والله هي غريب وسهلا كان معهم حق في أنهم يمنعونك من التسمية والله في الجنادي قلت كاروني ما أدري يعني أنا وش علي لأنه كان أتوقعت أنه اسم كويس يكون جنايدب بن جنايدب حلو ما في شيء لكن الناس تهرب بعض الأحيان كان نظرات كل الأشياء الناس تشوفها بطريقة مختلفة هو ما في صح ولا غلط هي استيعاب الإنسان لشيء ما أنت تستوعبه بطريقة وهو يستوعبه بطريقة فأم أستوعبه بطريقة أنه أنا عندي عناد وباسم جدي فأنا مروح وراح يزيد صار اسمي يزيد يا أهلا أنتوا جاهزين تسجلوا؟ جاهزين تسجل والله؟ ايه والله هفا يا أهلنا سهلا والله أنا شفت اللقاء زوجتي تقول وصل 25 مليون مدري حاية شكل هذا في اللقاء زيكرة لا لا يعني 4 مليون وحاجة 4 مليون أو 5 مليون قالت حاجة مدري واليوم هي من الصباح تبخر يا أمي تقول صلي على سيدنا رسول الله قالت والله العظيم ترى ما تتريك ما تتريك بالموضوع ده قالت له لا لا وأنا طالع تبخر من عود قلت يا أمي ما يطلع في التلفزيون العود قلت له ما يطلع فهي مهتمة وهي من شجعتني الحقيقة على قبول أني أخرج في برنامج فأنا أتوقع بإذن الله أن الليلة خاصة أنها كانت مريحة أنا سألت الأخوان لأنني وجدت حلقات طويلة فقال الحلقات طولها وقصرة يعتمد على ما يقدمها ما هذا الشغلة مريحة لأنه بعض الأحيان تضع على الإنسان أنه لازم يقدم لك المعلومات كله بها تقول لي في ربع الساعة يا أخي ما أعرف كيف سيطر على ربع الساعة معاه لكن لما تعطيني الوقت أنت تستفيد والمشاهد يستفيد وأنت في أدك المرونة أنك تبحث عن المعلومات والوقت الطويل هو اللي يخليك تقدر تتعمق وأنا تراني جايك مرتاح فايك سول اللي تبغونها وأسهلوا الأسرة اللي تبغونها وأنا حاضر الله يزيدك طيب أول حاجة لمحت صورة لأنك تقول أنت تمثل التاريخ في صورة للمبنى حقكم اللي في مكة بيتنا عمره مئة سنة أكثر يمكن والله أصل أكثر من مئة سنة باقي تتكنوا هو مشكول لهالعين لكن حنا عاد خرجنا أخوان اللي راحين واللي راحين لكنه واحد من أخوان هناك مجرم لا والله أظهر أنه مفاضي ما عارف ما عارف ما لي كثير هذا لكن هذا بيتنا هذا يسمونه هالبكة العزلة نسميه العزلة ما البيت الصغير يسمونه بيت البيت اللي كده واقف ندريه ولو حجم هذا بيتنا هذا يكون أيامنا نشي في مكة من أطول البيوت طبعا الحمع العمائر اللي 13 ومليون دوار الحمع بقي في مكة إلا يتجاوزون إلى المليون كل الأرقام حطموها ما شاء الله بلدية بكة أمانة مكة أرقام خرافية فالآن بيتنا نشيبه بصغير مع أنه زمان يمكننا صغار تخاف أصلا تطلع فوق تحس مرتفع فكانت يسمونه عزلة بن جنيديب وكان مبني حسب المقردات المعمارية القديمة معايا رواشين وهذه وهو يمثل الحقبة في حقبة جات نسميها في العمارة الفترة الانتقالية الفترة الانتقالية هذه جاءت نمط من العمارة مستمد من العمارة المكية القديمة وأضيف إليه لغة واستعدثت وقتها جاية من من العمارة الإيطالية في عصر النهضة جاءت عن طريق تركيا الأتراك استشاءت شوها بمباني تركيا وانتقلت إلى المناطق اللي كانت تحت حكم الدولة العثمانية والحجاز من ضمنها فلذلك تجد الآن في مكة في بيوت قديمة هي تمثل الفترة الانتقالية في مبنى نحن في مكة اسمه قصر السليمات ومن الفترة ذيك معايا شلو وونيس مبنى بيتنا يعني إحنا قصة ظروف علينا مرت علينا على العائلة قصة كبيرة جدا معايا فكانت إرث قديم هي العائلة كان مكة هذه مهمة هذه تفيد في المدن شوية إذا تكلمنا عن تخطيط المدن فقد تفيد المعلومات هذه مكة في فترة من الفترات ترى الدولة السعودية الأولى حكمت الحجاز الدولة السعودية الثانية ما حكمت الحجاز أعتقد ما دخلت طغلت أطراف الحجاز أو حاجة والدولة السعودية الثالثة الحمد لله لمت الدنيا هذه كلها والبعثرة التي كانت موجودة في الجزيرة لكن في فترة من الأفترات وأعتقد أن في الفترة التي لم تكن ضمن حدود الدولة السعودية في الحجاز مكة كانت عبارة عن أربع مقاطعات مكة نفس المدينة لأنها كانت هي المدينة ما في مدينة أكبر منها في يمكن في شبه الجزيرة يمكن في مناطق في اليمن مختلف أو في حضر موت أو حاجة لكن ما يسمى الآن الحدود الجغرافي للمملكة العربية السعودية هي كانت أهم مدينة ما في البقية كلها بقرة أو حاجة ولكنها كانت مدارة انتبه كانت مدارة بطريقة مستدامة خلينا نسميها مستدامة أو من قواعد من قواعد الاستدامة في إدارة المدن فكانت علمنا صغيرة يعني ما بتكلم مكة كان نالعان يعني برضه ما زالت صغيرة ولكنها مدينة حاضرة وكانت مقسمة إلى أربع مقاطعات صغرى ويبدو أن التقسيم أولا تقسيم جغرافي حسب المناطق منطقة المعابدة منطقة تعتقد جرول منطقة جياد منطقة الثالثة المسفلة أو حاجة ولكن ثلاثة مناطق شبه بلديات شبه ما قدر أقول حكم ذاتي يعني شبه حكم ذاتي أو حاجة إدارة محلية متكاملة لكل مقاطعة معايا وكلها ترجع في نهاية المطاف للحاكم ولكن قد فيها استقلالية لها أميرها ولها ولها سجنها حتى يعني السجن حق منطقة المعابدة أو منطقة إلا أمارة المعابدة وحاجة ما زالت من أملاكنا موجود السجن وموجود هذا ومجلس الحكم ما زال هو اللي نسمحنا بيتنا البيت الديوان ما زال موجود بضمن أملاكنا فكانت فكانت في أمارات صغيرة إدارية مو أمارات حكم أمارات إدارية نعم فانت سنسلت في حكم جداني لين وصلت جدي نتكلم في هذه الفترة الفترة فترة ما قبل يعني في أي فترة يعني آخر من كان حاكم على المعابدة جدي ساعد أبو أبوي انتهى مع دخول مع دخول الملك عبد العزيز والإخوان وضم الحجاز إلى هذه انتهى هذه آخر فترة له فكان هذا بيته والبيت اللي جنبه هذا البيت اللي ساكنه والبيت اللي جنبه الإدارة المحلية والحكم الذي كان يجيس فيه ويحكم بين الناس ووراها السجن حقه السجن حقه موجود اماه وهنا بحديد آصفات كانت موجودة واخذوها مرة المدرسة حق أخي خالد وعرضوها مدروشا فأقصد ان الغاب الحكاية المبنى القديم vita بس وشثرت المناطق الأربعة واستقلالها على شكل المدينة؟ عمرانياً؟ لا أعتقد أنها إدارياً كانت أسهل في الإدارة وكان سبب التكسير أعتقد له علاقة ليس جغرافياً وبس أعتقد من خصائص السكان يعني منطقة المعابدة هذه كلهم قبائل ومعظم من كبيرة تعتهدها فهذا السبب أنهم دائماً والمعابدة هذه طبعاً العابدة الآن بسط مكة لكن زنان تعتبر على طرف مكة معاياً كأنها قرية مستقلة أو ضيعة ضيعة عند اللبنانيين ضاحك يا ضاحك ضاحك أمي بزينة لكن لكنها كانت على طرف مكة ولا تعتبر ضمن مكة معاي؟ فهذا السبب ولكن كانت خصائصها إنهم كلهم معظمهم بادية معايا؟ كل الأربع هذه؟ لا 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 الثانيات مكة كلها كانت بادية حقيقة الأمر حتى المناطق الثانية ما يسمى حاضرة هم كانت مرجعيتهم قبائل يعني يا كريش يا كنانة كلها قبائل ومحب بعض الأخوان اللي جوّز توطنه مكة اشتجابة لدعوة سيدنا إبراهيم لكن 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 المعابدة كانت لها خصائص تجارية إنها كانت مخصصة لتجارة الماشية وتجارة الخضروات أي منتجات زراعية تجي من أطراف مكة من الزيمة ومن الزيمة ومن هذه وهذا كالسوق حقها فكانت ما يسمى معابدة جغرافيا مختلفة سكانيا فيها اختلاف صنعتها الرئيسية مختلفة حين البقية فهذا السبب يبدو لي ومن يدير أمورهم من نفسهم ففيها نوع فيها من الذكاء أو تسهيل عملية إدارة المدينة معي الآن المدن ما في ارتباط ما في ارتباط بين من يدير المدينة رئيس البلدية والساكن وسكان المدينة لأنها صارت ضخمة وفما في ارتباط كل ورق الآن معي؟ جمال لا في ارتباط بين السكن وبين من يديرهم معرفون وما يقدرون يشترك فكانت فيه ما وهكترا من خصائص اللي الآن يكتب فيها من خصائص الإدارة المستدامة الإدارة المستدامة للمدن معي؟ حملية ارتباط الإدارة بالمدينة أو بالضاحية زي ما سميتها أنت المنطقة اللي يديرها هو شايفها شايف مشاكلها اللي هم متعايش معها أصلاً ففي الإدارة أفضل ولعل وحنا حنصل يعني في المملكة الآن في جزء من الخطة رؤية عشرين ثلاثين في أحاديث توا في البدايات الأمور كلها في أحاديث عن موضوع الإدارة المحلية للمدن لأنه ما في غنى عن الإدارة المحلية للمدن طبعاً الموضوع مختلف الآن نحن نتكلم على مدن ضخمة جداً زمان مكة كله ما تتجاوز حارة من حوائر المدن الآن الأوضاع مختلفة لكن المبادئ يجب أن لا تختلف معي؟ إنه ارتباط الإدارة بالناس معي؟ وتوفر للدولة الكثير من المعاناة اللي للناس أحياناً كل أبونا إذا جينا شبنا أننا حفرة أو شبنا أننا شيء نصرخ على من؟ ألا من؟ نصرخ على الإدارة البلدية وهذا صراخ مع أنه جالسين صرق فقط هو لا يسمع صراخنا الأمين ولا الليدير ولا رئيس البلدين أنه في بلدية فرعية ما هو سامعنا أصلاً ما هو سامع صراخنا وعندنا نعتقد أنه يصرخنا وقلنا المطبات ولا قلنا مدرشان ولا الزبال توقع أنه فجأة هو حذرة ما يدري عنها معي؟ في عصر رقمي متغير باستمرار المواكبة هي أساس النجاح ولأننا رواد المستقبل الرقمي نوظف خبراتنا وقدراتنا لنمكن نبتكر نبدع في تبني أحدث التقنيات وتوفير الحلول بكفاءة وذكاء فهذا الانفصال هو برضو جزء من مشاكل المدن اللي ممكن أن أتكلم عنها بس أنا شفت مقطع شفت مقطع للأمينة التركي أمينة الجدة طار إنه مقطع حديث فكان يقول إنه يعاني يقول الشارع اللي قدام بيتي شفتم زفلته يعني شفت المقطع أقو ففجأة لو طلعت رعب إيه ما دي أول من نزلت المطر هي النظرية مفادة فهو يعيش معاه هي النظرية مفادة الآتي لا يوجد أفضل من إدارة للمدينة إلا من أصحابها معايا شف أمين مدينة جدة معالي يقول لك مقدر يسيطر على هذه لأن النظرية النظرية لي صحيحة في الإدارة في إدارة مدينة بالطريقة يجب أنها تكون طبعا الحديث لو قد أتكلم عن الإدارة المحل المدينة وفوائدها وكيف تعمل ونظرياتها يعني أنا ليه نظرية أنا كاتب نظرية في موضوع في موضوع كيف إعادة هيكلة إيش ما كده إعادة هيكلة المجتمعات الحديثة وفي أسوال كثيرة للليل وأنا ما أود أدخل في نفك إني أجلس أتكلم عن نطاق واحد لأنك لن أغطيه لا ما أقدر أغطيه بأي حالة من الأحوال وعلشان أدخل في الكلام هذا أدخل في كلام علمي وتفاصيل علمية ولكن هذا إذا كان أقدر أسوي إدعايا النفسي من خلال برنامجه أنا كل يوم إثنين أسوي إثنينية في مساحة وأسجلها عشان أحطها في اليوتيوب والفائدة والفائدة مختلفة مسوي ماتريكس في ترابط بين المساحات أفقيا وفي ترابط رأسي ففي واحدة عامة للسؤال فالعامة حديث عامة لأنك فاضل أحيانا أودك تعطي من تجاربك الشخصي والإنسان كل ناس إنسان له وجهات نظر ليست علمية لكنها وجهة نظر قد تقدر هذه دائما نحطها في أول إثنين من الشهر الميلادي منسميها إثنينية بينادي بالعامة العامة؟ صح؟ صح؟ هذه فيها سؤالة نقل تجارب أمور والثاني أتكلم عنها العمارة لأنه الشعب السعودي يعاني اسمعوا أقول لكم الشعب السعودي معظمكم ما أقول معظمكم وهذا اللي يهمني الحقيقة يعاني يعاني معاناة أمة من فهم ما هي العمارة ولا التخصص المعماري كلكم كلكم إلا شوية عشان ما أقول ما أمكم كلكم إلا شوية فلذلك الشعب السعودي ضحية الآن لكل واحد يفتح لي مساحة يفتح لي سناب ويقعد يسولف أنه يفهم الشعب السعودي كيف تبني كيف تليس كيف خرابيط وكل العامة الجنسة تسوق والناس ما تعرف الناس جالسة تتلقى علم من غير أهله نعاية فأصبح الشعب السعودي معرض إلى تشويه في فهم ما هي العمارة خذوا عن عبدالله بن جنادب كلامي مرة متأكد منه مئة في المئة لأني راقبت وشفت وفهمت وشفت الناس ستتفاعل مع واحد غير متخصص وتتفاعلها من فوضة كبيرة جدا وانا ايش يهمني يجيك واحد يقوله ايش يهمك عبدالوجين خلو الناس مشوهة كده تفكير ايش عليك الناس حايشة المهم إنه البناء هذا ثروة وطنية ضخمة إذا اهدرت حنا اهدرنا ثرواتنا يجيب أن لا يهدر ما حتقدر تمنع الهدر كله لكن حتقدر تحد من الهدر وتخلي الناس استثماراتها أهم استثمار تستثمر أنت ولا يستثمر فلان أهم استثمارات والدينا اللي نبني فيه فعنا نبني على السلسلنا بنسكن ونتورط ومويا يعني ما يصير في الدنيا يعني فوضى ولا تستمتعبه أصلي تبنيه ما أنتم استمتعبه ولا أنت فاهميش القصة معاك أتخيل إنك تبتسوي لك سيارة طيب أنت عارف صناعة السيارة هذه كيف تكون تقوله بدل ما تروح تجيب شركة منسجس تستاخدها ولا شركة تيوتا ولا شيء تقول لا أنا بتفلسة طيب هاي تقول لي أفلان علمني هو أفلان أصلا مفاهم كيف تصنع السيارة تهمتي؟ فحتكون استثمارات الخطأ هذه العمارة هذا السبب أني أنا مصر أعلى وأعتقد أني حنيح أنه لرفع ثقافة الشعب السعودي في فهم العمارة لن أتكلم عن العمارة كما أتكلم فيها الناس متخصصة عندي طلاب ما بحما أتكلم كذا ما مرة أو أني كما يحدث الثانيين يجي يتكلم بفوقية جدا فوقية كبيرة جدا وهو يتحدث عن العمارة وكأنها طلاسم وكأنه يتحدث إلى فلاسفة أعتقد أني أعتقد أمكم ما أجه لكن على الأقل لي أجر المحاولة أني أحاول أوصل المعلوم وأرفع الثقافة في فهم النواعي المعمارية باللغة العادية باللغة البسيطة للناس اللي تفهمها وهذا المهمة اللي جالسة أنا كررها في كل يوم ثاني اثنين ثاني اثنين من كل شهر الثاني اثنينية الثاني اثنينية لا مو بنيات ثانينية بنيات بنيات بالمعمارية الثالثة وهذا اللي تف أنت تقدر تسوي المبنى تقدر خلينا جيب مثل خلينا جيب مثل مضبوط لفهم المدينة يعني لابد إن الإنسان حتى يستمتع بالمدينة ويفهم المدينة ويستمتع بالبيئة اللي عايش أنت فين عايش في بيئة مدنية عمران ما يسمى العمران المدينة إذا ما فهمتها وحاولت تؤثر فيها بالإيجاب أنت ما ستكون شايدة أنت محطوط في بيئة ما تعرفها فأنا مهمتي إني والعلمك ما هو بس للإنسان العادي أعتقد حتى لمن له دور في إدارات المدن لأني أنا أشك أن البعض فاهم ماذا تاني مدينة أعتقد أنا متأكد أنه أشك كثير أنه في ناس فاهمة إيش معنى مدينة يتوقع أن المدينة ليست إلا مجموعة مباني مبنية وبينهم شوارع أعتقد هذه فهمه وفيه خدمات موصلة طيب وش المدينة؟ شوفوا المدينة أنا أنا بديت أنا بديتها بالناحية العكسية قلت لو بديت أشرح ما هي المدينة نزولاً ما أحفقت الناس حفقت الناس لأنك هتبدأ من أنا بحاول ما أتكلم كلمات إنجليزية لأن أنا أعتبرها من أسوأ العشياء أن الإنسان يستخدم كلمة إنجليزية لكن إذا أزرقت كلمة لهذه أنا أعتذر للناس كلها لكن من الأفكار المجردة لأن لو بديت من فوق حت أبدأ من الأفكار المجردة وأبدأ أنزل الأفكار المجردة قد يمشي معايا فيها الإنسان المتخصص معايا لكن الناس العامة ما حيفقدونك إن شاء الله ما يتجي لهم كلام فلسفي ونظريات ووشا مجردة فقررت في شرحي للمدينة أن أبدأ من تحت إلى فوق إني أبدأ بالتفاصيل البسيطة اللي إذا تكلمت ألو غير متخصصة يفهمها أول 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 إثنينية إذا حنت أتوي باقي استرتيب الإثنينيات فأول إثنينية هي ثالث إثنينية من الشهر الميلادي اسمها إثنينية بن جنادب العمرانية بديت أتكلم مو عن مدينة كل بديت عن الجزء الأكبر في المدينة اللي هو اللي هي المنطقة المخصصة للسكن لأن الناس تعرف ترتبط بالمناطق المخصصة للسكن لأنه ساكن فيها لكن لو جيت أتكلم عنه أتكلم عن المناطق الصناعية ما حيا فهو يعني لأن أصلا مو مرتبط بالمنطقة الصناعية والمنطقة الصناعية تشكل أجزاء بسيطة جدا من المدينة فأبديت أتكلم على السكن وقلت أبأ أكلمكم عن السكن والمناطق السكنية اللي يسمونها أنتوا ما حيا إيش مشاكلها؟ أما الناس يقول لك مشاكلها والله شفر والله ما أدري ما أدري إزعاج ما مرتبط هذه من المشاكل هذه عارف الصخونة؟ جما الواحد تجي ذو الصخونة هو الصخونة مي مرض؟ هذه ما غير إنعكاس لمرض ثاني معي؟ فلنغوص اللي هي فيه نشوارع المكسرة هذه إنعكاس لأمراض أخرى معي؟ فأنا بادي أشرح لهم من تحت هذه طبعاً موضوع كبير جداً ما؟ وسويت له نموذج أنا صغط النموذج هذا اللي أنا معتمد عليه في الشرح الآن صغط عبد الرحمن اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد يمكن والله قبل عشرين سنة خمسة عشر سنة جاء أمين جديد الجدة فقلت من واجبي وهو في بداياته إني ألخص له جدة أخليه يقرأ جدة بطريقة مختلفة خلاص؟ ممتاز وأقول له وصف ما هي المرض الرئيسي لمدينة جدة بدون ما أدخله في متاهات كبرى موكم ما يفهمها ولا يدخل يحوس في الأوراق ها؟ والمعاملات ويتحول زي ما يقولون في الإنجليزي paper pusher عارف تدافع الأوراق بس تجي له معاملة يدفها ماذا؟ ويتحول من دورها الرئيسي كأمين إنه يخلق مدينة حية اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً هذا هدبه هذا السبب إنه تتعيّل أمين إنك تكون لك الصلاحيات والدناء ما هو أنت تعيّن أمين عشان بس حبد الرحمن مشتكي فلان تقل ورقع ودحول أفلان فيما يفهمه بشكل معاي؟ هذا يحيّل لك واحد معها ثانوية يدفت في الأوراق ويدفت في المحاملات معاي؟ فقلت لها بسبك أسبك قبل ما يغوص في المشاكل ويجتديبونه في الحفر والمطبات والألغام اللي ضيع لنا جداً في نهاية المطابر ويصرف جاء وقته فجلست وصويت نموذج نموذج لجداً نموذج تحليلي لجداً وسميت 3x3x6 أو نموذج ثلاثة بثلاثة بستة معاي؟ لفهم مدينة جدة وهذه طبعاً لا ولخصته إنه ما دخلته بمتاهات أنا كلام محدد جداً وفيه صبحتين بش بش صبحتين على الشيء ما حد يتعب أنا أعتقد للنحظة هذه ما قرأه ما حد قرأه أصلاً وسلمت ما أعتقد أنك قرأه ولا حد طال فيه أصلاً معاي؟ وطبعاً وصاغ وانحاس ودخل هو في في الورقيات وفوضى الورقيات والمشاكل وخلص وانتهت القصة لكن الآن هو يتقسم من ثلاثة أجزاء أنا بعطيك الخطوط أهم أنا داخل يشرح كل حاجة لأنه لو أشرح لكل حاجة لازم أطلعه من الإيميل وأقعد أقرأه ما أنا ولا أود الحقيقة هذا عشان لا تحرق لي لا تحرق لي كمان لتنيناتي نهاية عشان يجيون هما يقولون نطلع لأنها تعقدة لكن هي تنقسم إلى ثلاثة عوامل عوامل اقتصادية وعوامل اجتماعية وعوامل بيئية وفي كل واحد منهم حوالي ستة 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 مشاكل رئيسية من يفهم من يفهم طبعا هي تطبق على معظم مدن المملكة لكن أنا كنت مخصصة على جدة لأنه كنت أنا في وارد أني أرسلها لأمين جدا اللي كان وقتها معين معي فكان فيه فهم يعني كان الهدف أنه ترى دور الأمين ليس تنظيف شوارع ليس والله هناك في حفرة ولا هناك في اختناقات ويسوي لمشروع هذا مو دورك هذا دور يعني مؤسسات صغرى ضمن الأمانة دورك الرئيسي خلق خلق اقتصاد حي للمدينة دورك الرئيسي والله والله الأدوار الأدوار الصحيحة للأمين إنك إنك ازدهار مدينتك نموم مدينتك تطور مدينتك أنت لو كل أمين حط في تركيزه إنه مناطبه أعمال الناس ما شفت حقين البلدية ذول اللي منكدين على 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 حقين الأعمال كل يوم غرمين هذا وكل يوم غرمين هذا وكل يوم غرمين هذا وكل يوم قفلين باب هذا وكل ما يسوي الحركة ذي لأنه الآن ما أعتقد إنه دوره أولا بل آل أمان أنا ما بتكلم عن الأمين عشان لحد يأخذه شخصيا ترى الموضوع ما عندي شخصي مع أحد أنا أنا أتكلم عن وظيفة عامة ما أتكلم عن شخص باسمه أعتقد إنه دوره أمسك المخالف أوكي أمسك المخالف ما عندنا مشكلة لكن ليس دورك لكن 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 دورك إنك تنجيع عمله لأنه تنجيع عمله حيخلق وظائف للناس فإذا غرم على قد الغرامة حقته بسيطة أو امذره أو سوي لك سيستم ما يؤدي إلى القضاء إلى عمله لكن إذا أصبحت أنت مغير ما في دور إلا كل يوم والثاني جايك مراقب بلدية ولا جاي الشركة لها حين لمسوينا مدري وشين وما لهم شغلة لا طيب أنت قضيت على وظائف الناس قد تؤدي إلى مشاكل أنا ما بقوله كترك المخطي لكن تعامل بحقلانية هدفك الأساسي إنك تنجحه وليس تعاكبه فيه فرق بين الثنتين لأنه عملك الرئيس الرئيسي كأمين لأي مدينة خلق الوظائف للناس تحسين بيئة الاستثمار للناس تحسين كل شيء وبعدين فيها في ستة عوامل أنا تكلمت عنها وإنه يعني بعدين أعتقد أن تروح شوفه أولى الناس كمان أشوق الناس أنا أخدم مصالحي أخدم مصالحي بومس عبد الرحمن أنا ما عندي مصالح مالية عندي مصالح تستمعولي فقط أدبحت كل الروابط في أصف الحلقة فأقصد فأقصد وطبعا فيه نواحي اجتماعية فيه نواحي اجتماعية حتى الأمين مسؤول عن النواحي الاجتماعية للناس مثل إيش؟ لحين تبغاني طلار هذه فخليني أنا أتكلم ولعلي إن شاء الله بلقاها الآن مباشرة أبعطيك في موضوع الاقتصادي أنا بمشي عليها بسرعة ولا أشرح لأنه شرحة القونو في الحلقة القادمة عندها الدرابينة فمن النواحي الاقتصادية فيه ثلاثة عوامل ترى انتبه هنتكلم عن مدينة انتبه عشان الواحي اللي يروح مخمع مدينة أحياء سكنية عشان لا تروح فيه لأنه فيها أدوار اقتصادية ثانية للمدينة ما تيجي تحت موضوع الأحياء السكنية إن شاء الله واحد يجي نتكلم عن مواضيع مركز المدينة ولا دورها كمينة لا لا ما أتكلم أنا أتكلم فقط كحي فأقول فيه ثلاثة مشاكل في المواحدة فيه محدودية وفيه تفاوت وفيه حرمات هذا ليه؟ المناطق السكنية وسكانها فنقول من المحدودية الأحياء عندنا فيه شيء يسموه محدودية حيوية القاعدة الاقتصادية للحي السكني الحي السكني ما له قاعدة اقتصادية ويقول لك بس أسكن إيش اللي أسكن بس أجي أسكن يعني فرج في بعضنا كذا إحنا ساكنين يجب أن تكون للحي قاعدة اقتصادية شوف الأحياء الآن في المدينة رحل هولندا وشوف الحي ماذا يعني الحي واقتصاديات الحي منه فيه معي؟ تلقى مناطق تسوق تلقى شارع فيه للتسوق تلقى فيه كافي شابس تلقى خدمات ففيه قاعدة اقتصادية ليه؟ للحي تعال روح أحيانا معظم المدنة السعودية جدة إلى حد ما جدة من أفضل المدنة السعودية ما في كل الأحياء في بعض الأحياء زي الصفة عندنا تروح الصفة ومر عليها تجد الحي فيه فيه قاعدة اقتصادية معايا مهيكوية ولكنها موجودة لكن فيه اعتقادي حسب ما أسمع أنا ما أعرف الرياض بصادة لكن أعتقد أن الرياض القاعدة الأحياء شبه معزولة حياء كبيرة جدا وما فيها قواعد اقتصادية لان الناس تعمل في نفس حيها مهي النقطة الثانية محدودية التنوع في القاعدة اقتصادية الاختصادية حتى في الصفة عندنا وفيه قاعدة اقتصادية نوعا ما ما فيه تنوع في القاعدة اقتصادية الهدفه انك تقوي الحي بحيث انك يصبح أن الجزء هذه النظريات إن الجزء متكامل كتكامل الكل إن الجزء اللي هو الحي يكون متكامل كتكامل الكل الكل هنا مين؟ المدينة فهو إنعكاس ورمزية للمدينة يجي واحد يقول لك طبعا الحي أحط لك فيه محطة تهلي أقول له لا يا أخي الحي أحط لك فيه مطار لا يا أخي لكن حط لك كل شيء إلا الشيء اللي ما أقدر أحطه معي؟ فعشان بيصير الحي هذا أيش؟ أشلقاء أيش هالنظرية أن الجزء متكامل كتكامل الكل هذه النظرية هذه النظرية عبدالله بن جريد تيجي تيجي في موضوع التفاوت فيه نقطتين يقول لك التفاوت في توزيع الأنشطة الاقتصادية بين أجزاء المدينة الآن يجيك وحط لك النشاط مثلا السياحي لا التلفية ولا شيء يحطه في جنسك في المدينة بقية الأجزاء ما فيها معي؟ أنا أضطر يشين سوي كل هنا؟ صار المنطقة اللي هناك فاقد جزء رئيسي منها اللي هو الترفيه مثلا معي؟ أو التسويق أو ش أي شيء منها من العنشطة الاقتصادية معي؟ تلقام ركزينا في مناطق معينة طيب أنت خلق تشوه في المدينة طيب أنت الناس يوم يشوفون يقول لك جدة زحمة يوم الخميس الزضاة زحمة يوم الخميس يعني الناس هاوية تستحم لأن الناس كل الترفيه في الشمال في منطقة معينة هم هل أخوان حطها في منطقة معينة فيقوم أن جدة كلها لا ومو جدة جدة ومكة لأن حال مكة دي هاي متحملين علينا معاي في الترفيه معاي؟ والطايف أعتقد كمان برضو كله متحمل علينا في الترويه فيجينا كل الدنيا منكتة على جهة مش شفر المثالي طيب لا يعني يجب أنك تحطها في مكان معين باتصا لا تقدر توزحها معاي؟ تقدر تحط واحدة في الشرق واحدة في الغرب واحدة في الشمال واحدة في الجنوب بس ما قلت أحط كل حي في شكل لا 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 تقدر تقدر أنك تقسم معينة أبعينة لما الواحد يتعب في التفصيلة أنك تقدر تقسم الترفيه إلى أنواع معيرة في ترفيه يحتاج له خدمات رئيسية هذي توزحها في مناطق مختلفة في ترفيه ممكن توزحها على الأحياء مثلا حدائق وفيها خدماتها فيها ألعاب الطال هون تحطها في كل شيء هذا ما يضرك تقدر هذا واقع في كل حي في حديقة أشك أشك يمكن في الحياة لنت ساكن فيها لا 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 ستوقع أن الأمانات ما تسمح بالمخطط إلا لازم يكون في حديقة في مرافق فيها مدرسة فيها دفاع مدني والعلمة واللي موجودة فيها الآن حصلا الحديقة ليست ليست على المستوى لكن عموما الترفيه أكتر هي ليست على المستوى ممكن اسمعها والترفيه ليست حديقة وفاقات معاي اللي بقوله أنا إنه في مشكلة في التوزيعات معاي والهدف الهدف نرجع ونقول إن الحي أو الوحدة أو الجزء هذا يجب إنه يكون متكامل تجي تقول أقدر أخليه متكامل 100% تقولك لا لكنك تقدر تحاول أكثر شيء إنك تحقق في الحي هذا أكثر أكثر معطيات يحتاجها الإنسان وش أفضل الحي موجودة في السعودية؟ أفضل حي في السعودية؟ أعم كيف يعني الإحراج هذا؟ ليس؟ كيف سؤالك المحرج هذا؟ أكثر واحد؟ ويجي واحد يقول لك جدة بالنظرية وبالعلم أكثر المدن السعودية حيوية وأكثر المدن السعودية قابلية إنها تصل إلى تطلب الرؤية إنه تكون فيه ثلاثة مدن ضمن القائمة الميتة جدة أقربهم وأقلهم تكلفة للوصول ليه؟ دخلتني أو شي خلني أعرف الحيوية وش تقصد الحيوية؟ دعين دخلتني فيه موضوع ثاني بس مدنة مهمة هذا لا 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 هذه الحقيقة من مهمة كثير لأنك هتجدونها وأقدر من وقت الآخر أرجع لأقرأ لكم من شاء أو شي خلني أعرف الحيوية وش تقصد مدينة حيوية؟ خلني نأخذني لأن هذا الموضوع أبو شاهي أجيب لك شاهي أعطوني شاهي لأنه الحين الحين أنت أنت الآن دخلتنا في فحو الأم يلا بسم الله وأنا هتكلم بمنطق علمي كامل بعيدا عن العواطف لأنني أنا أعرف فيه ناس حيزعلون الآن ويقول لك لا الرياض أكثر حيوية ولا أجونك في المنطقة الشرقية ترى الرياضة غالي علي والمنطقة الشرقية غالي علي وتوبوك غالي علي وجايزان ونجران غالي علي لا أفرق بين مدن المملكة ولا أفرق كل متر مربع المملكة غالي علي لكن أنا أتكلم بمنطق علمي لعلي أفيد لعلي أفيد من هم قائمين على موضوع في برنامج حق الله المدن المملكة لعلي أفيدهم بعيدا عن الشوشرة وبعيدا عن وبعيدا عن الكلام اللي مو علمي شوف المدينة عشان تقول إنها مدينة قلينا أضبط كلامي بحيث أني أوصل الرسالة بدون ما أصير شوشرة لأن الموضوع ممكن أن الناس تفهمها بطريقة خاطئة أبعطي لك مثل ومثل بعيد مرة ولا لعلي معطي المثل هذا لأنه يزعي الناس لا 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 ماني معطي المثل هذا لكن لا ماني معطي المثل هذا لأنه يزعي الناس وبيفهمونه العالم أنا أتعلم درس في تويتر مع تويتر تعلمت إنك تقول هاري جاء تقول بسم الله الرحمن الرحيم والناس شب فيك وتقول أنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم والناس تخش إلى واحد ويرقبونك أصلا تستغرب فلذلك صرت حساس باستخدام الكلمات مع أني ما عندي مشكلة حتى لي يغلط هذه لكن لكن جدة أبا قارم بحيب بين جدة والرياض معي ومن واقع تجربة شخصية وأنا أقرأ الأشياء لأنه عندي خلفية علمية فأقرأها بطريقة تختلف عن إنسان عادي ماشي في الرياض وماشي في جدة معي وأبا قارم بين نقاط بسيطة جدا لعل النقاط الصغيرة توصل الفكرة الرئيسية شوف تمشي في جدة تمشي في جدة في أي إشارة في جدة في أي إشارة في جدة غير في مناطق الآن غريبة طالعة في شمال جدة ما نعرف كيف طلعت معي سيب هذه لأن هذه تحت ظروف معينة طلعت حتى ونعرفش الظروف اللي طلعتها لكن جدة بصفتها الرئيسية اللي نعرفها كجدة اللي من سنين وليست الأحداث اللي حدثت قريبا معاً كل إشارة تمشي في جدة مستحب وحي وكل عليه دكاكين وكله أسواق فوضت جدة في شوارع حفز لم تنظم للطريقة الصحية وحاجة أتكلم فيها لكن لو 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 عاملوا جدة وشوارحها بطريقة تتحول شبيهة للشوارع اللي شوها في أوروبا والمدن الأوروبية لأنها حية لكنها فوضى لآن فالفوضى قاتل جزءاً منها الرياض على العكس تمشي أنا قبل مدة كنت في الرياض وكان معي واحد مهندس واخذني أنا معرف الرياض خذني من في أوتيل ماريوت ماريوت جنب الريتس صحيح ماريوت كنت شاكل في الماريوت واخذني وحنا ما عشين بودينا المطار ماريوت خالب ما عرف وداني في الأول بكني في محلة جنب الجامعة ماريوت The Walk اسمه ماريوت فاخذني وراح بودينا The Walk وبعدين يبدينا المطار حنا مشينا أول ما دخلنا مشينا أنا شايف أراضي غير مبنية يمين وشمال وولي بعد ما تشير لك إلا طابق طابقين عشان بوصل لك الفكرة والشارع موقف وليش بالمدينة هذه انفقفكة تبقي الكلام حقي انفقفكة طب عمه مهدس فاهمني قل لي لا بس زحمة شو كنت الزحمة هذه لا تمثل بينما في جدة زحمتنا حنا في شوارع حية مبنية هناك في الرياض في شوارع غير مبنية صحيح وصلنا المطار وترى يميني فضى ويساري فضى صح الجدة ما تلقاها فيها احنا بعد أبدأ بفرق لك بين قراءتي للنسيج العمراني في الرياض والنسيج العمراني في جدة وليس جدة أكثر نضجا عمرانيا من من النسيج العمراني للرياض فهذه أول شيء فهي شوارع حية الكثافة شو أول عنصر في نضي المدن الكثافة الصحيحة الكثافة بمعنى كثافة السكان في الكيلومتر المربع نعم؟ كم عدد السكان في الكيلومتر المربع وهذه تنحكس فيه في ارتفاع المباني فحنا والحمد لله في يوم من الأيام المهندس علي الشعيبي علي الشعيبي اعتقدر قولي سوى قبل 15 سنة وهذا عدل الكثافات حقت جدة كانت أبو دورين وملحك عدلها إلى خمسة دوار خمسة دوار فلا رفع الكثافة رفعت الكثافة هذه لا يوجد مدينة بدون كثافة وضع قاعدة كده قاعدة لو تيجي في الرياضة كثافة ضعيفة جدا تيجي تلقى لك في المنطقة المركزية هذه تقلحها لجم ما تحسب الموضوع الكورنيج جدا ما يحسب في الموضوع هذه حالة استثنائية شوف النسيج الأعظم النسيج الأعظم جدا كثيفة جدا الرياض على القل اللي شفته يمكن والله الرياض لان شلح اللي يقول لي دا حين انت غلطة أنا أقول لكم ما هعرف الرياض كثيرا لكن كراءة المستجلة للنسيج انه غير كثيف ما فيها الكثافة الكافية كافية انك تصنع من حاضر وهم مضطرين انه يصنعون كثافة في الرياض معايا جدا جاهزة كثافتها مليئة تيجي في أطراف شرق الخط الشرين عماير خمسة دوار وستة دوار وسبعة دوار ما فيه كثافة كاملة يجي فيها عيوبها مع الكثافة هذه يجب انك تبدأ أنا سميه دائما نكد على السيارة أخلق أخلق معوقات السيارة لا تسهل السيارة لك لانه لن تستطيع بنات مدينة وانت معتمد على إيش على السيارة لانه كل شخصينا مع سيارته معايا نصبع نحول المدينة إلى إيش ليست مدينة ناس مدينة السيارات شوف المدن اللي تعتمدها رح بومبي ولا نيودي ولا القاهرة ليش اوديك بعيد رح القاهرة السيارة لا تصنع مدينة فتبدأ تعيق السيارة ما تمنحها ما في شي مدينة اسمها بدون سيارة لأنها سهلة لكن وفر البدائل ونكد على السيارة نعم؟ تعطي مثل في تنكيد السيارة تنكيد السيارة على السيارة تيجي مثلا تبقى تروح تطلع تبقى تروح أعطيك أنا في جدة في هذه أول يوم أسوي لو أليف الأمر شي كل الشوارع تجيه واحد كل الشوارع تجيه واحد يمنع تجيه ليش؟ عشان تقذب مشوار تبقى تروح للي هنا تقلق لفة كاملة بدلا ما تاخذ المشوار في خمسة دقائق تاخذ بعشرة دقائق تقولي ربع ساعة عشان أخليك تمشي تيجين تقول لي ما في مشاء أقول لك مواجب علي أني أسحل لك طرق الوشاء معاي؟ فهي منبوء ما هي ليست ليست مو تقولي والله جاء نكد على السيارة ووقف لا أنت تنكد على السيارة تعيق السيارة تعيق حركة السيارة لكن توفر البدائلة الأخرى نقل عام نقل عام توفر مشاعر أشياء كثيرة طب بس في تجربة في تجربة طريق شارع حرة إذا تتذكر شارع حرة جت فترة أنه جيت لا 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 جاك في جزرية صغيرة وحط لي أو شو سفت أنت حط النظام كله كذا تعط هذه جدة جدة هذه النقطة اللي كمان بوصل لها الجدة بخلاف الرياض الرياض طلعت طلعت أمرك في خريطة الرياض حواتي طخمة وأشكال ورؤى وواحد جالس يفكر كيف يسوي الرسم الحلوى والمنحنايات والكرفات جدة بسيطة خطوط رأسية وخطوط أفوكية سمونا كريت شبكي منظام شبكي أفضل أفضل شيء يكتشف الإنسان للمدن هو النظام الشبكي يجونك واحد يقول لك لا العمارة الإسلامية هو ما يدري وشانه هو لا تصدق الكلام هذا كله هو لا تصدق الكلام هذا كله هو لأنه كل التشكيلات والأشكال والخربيط هذه هذه قتل للمدن ليست إلا قتل للمدن الشبكي هو النظام الأسهل وهو الأصح أعطيك مثل وهذا المتخصصين شو منك خرجتني كده كيف وصلتني هنا أنت أنت لا أنت تعرف أنت بدأت داعينا بدأت تمارس الاحتراف حقك عليها لا مدروا والله كيف وصلني هنا لا لا طيب اسمه أعطيك مثلين كل خلوها في بالكم علشان تعرفون لما تيجي تقارنوا بين جدة والرياض أو بقية المملكة الحقيقة أنا ما بخليها موضوعك أني مناطسة بين رياض والجدة لا لا بس لما تختارك المثال أنا 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 يهمني أني أوصل رسالة إن نستطيع إن شاء الله تحقيق حقة الرؤية الثلاثة المدن بطريقة عقلانية وليس بطريقات انفعالية وهذه يعني شوف كايرم بين نيويورك وواشنطن دي سي طريقتين مختلفتين في تخطيط المدن نيويورك ما أدري يقول لك ربع الاقتصاد الأمريكي مخرجون من المدينة هذه معي مدينة بسيطة جدا معي وتصميمها بسيط جريد حتى لما جاءوا يحطوا الكنيسة الرئيسية جاءوا في بلوك ورمو بس كده ما تقول أنت أنت ماشي كده تلقاها كده معي أصبحت البلوكات والغريد حق نيويورك في منهاتي تستطيع توقيع أي وظيفة في البلوك تقدر تحطوا مبنى سكنية تبقى تحطوا أوتيل تحطوا مادة بهالنوط طراز بسيط جدا قابل لإنك تحطوا بأي طريقة تعال في واشنطن دي سي كان واحد فرنسي كده عنده حلوم وحط نقطة هنا ونقطة هنا ووصل بينهم ومسوي فستج عنده حلوم في راسه صحيح هو ممكن عمرانياً سواله مو عمرانياً جمالياً سواله سالفة لكنه لم تحقق العاصمة واشنطن رغم محاولاتها إنها تصبح مدينة ذات فعالية اقتصادية وذات فعالية ثقافية نيويورك أعضب البدن من الناحية الثقافية من جميع النواحي نيويورك هي الكمة واللي ساعد على ذلك ليش؟ بساطة النسيج العمراني بساطة النسيج العمراني وأثر حتى في الناتج الاقتصادي لها ما بدأوا يخلقون زوايا يا نتر بالحركات حبيثة المعمارين والعمرانيين والرسومات العبثية اللي في الأخير تخلق تباين بين الأجزاء ونصن اللحظة اللي تبدأ تسوي الحركات هذه فيها هي تخطيط الموضوع طبعا أنا جايسة بسطة هي اللي تتها الموضوع معرفقة جدا ما أنت تبدأ تخلق ايش؟ تباين بين الأجزاء اللحظة اللي تخلق تباين بين الأجزاء أنت أضعفت أجزاء ضخمة نيويورك ما تلقى فيها ضعيق أوكي بعض الأجزاء أقوى من بعض الأجزاء لكن كلها قوية واشنطن قريب من البيت الأبيض والكابيتل تلقى مناطق شعبية مناطق خطرة جدا ما تخشها لماذا؟ هي بسبب التشكيلات العبثية اللي دخلوا دخلت فيها مدينة واشنطن نفس الكلام أنا أقول لك جدا جدا الآن لأن أقريب أسهل تصميمها بسيط جدا وعلى منحنى علمي ترى اللي حطها شركات ما هو بلعب ما هو واحد جاء ما هي جاء حطه سير جاكسون و روبرت روبرت مارثو أنت معماري؟ نعم ما شعر نفك؟ نعم تابعتني نعم و روبرت مارثو وحطوه على أسس علمية واضحة والإنجليز أقوى أقوى الإنجليز الأقوى في تخطيط المودل أقوى بمراحل كثيرة من الأمريكان وما هم عبثيين عندهم تجربة تجربة عميقة جدا هي أصلا كل سؤال في تخطيط المدن والعمارة والنظريات كل اللي طالعم عند الإنجليز فهم أعمق من أي دولة ثانية من أي شعب مودة أو لا من أي شعب ثاني في فهم معنى تخطيط المدن معي؟ فهم اللي أسسوا جدا وجدا مؤسسة صح في خلال مرحلة معينة صار فيها عبث كثير معي واشتهادات وفوضى ووجهات نظر بس شيلة الحبث اللي حدث في مرحلة من المراحل معي بحدي بس شيلة يعتبر الزيادات مالها لازم يشيلة ورد المدينة إلى أصلها وكمل شغلا شغل الإنجليز استوقف معي؟ وأكمل على خطتهم معي؟ يمكن تسعين وصلوا وبعدها بدأت اللخبطة ايه خلاص وش الأشكال اللخبطة اللي هي مثلا الطرق السريعة؟ لأنك تقول أنت أنه جدة في الستينات في ثميلينات أنت عاد يرجرني في الكلام تزعل علي نصر أصحابي الآن معي؟ أصحابي كثير لا لا اللي إياه عندنا إشكالية واعتقد الآن تغلبت الدولة على الإشكالية هذه كانت عندنا مشكلة نزل مناقصة خلاص نزل مناقصة وأقل مناقصة خده خلاص دخلتنا في متاهات كبرى هذه أعرف الهدف النبيل من وراها إنك تبت حافظ على أموال الدولة أنا فاهم الكلام هذا كله بو لكن في بعض الأشياء يعني لما تقول روحوا استوردوا للدولة معرف مئة جيب لكزيس هدخل أنا وياك في مناقصة خلاص أنت حجيب جيب لكزيس وأنا حجيب جيب لكزيس ما حيكون فيه لحب الموضوع فذلك المناقصة تنزل على أقل واحد فاهمك لكن لما تجيني في تخطيط مدن وفكر وتخصصات وعالم وأمم تقول لي مناقصة ويدخل معايا مكتب هندسي عشر عام فار في جدة جالسين متكين يتنافس مع شركة بريطانية ولا مكتب بريطاني عنده من الخبرة مئة سنة ولدي مناق طيب يعني أي شيء بأهل الله فأنا أنت مطال حيفوز هذا طيب إيش هيقدم لك؟ هيقدم لك تقرير أنت طالبي؟ تقرير هيقدم لك تقرير لا والعلم لك التقارير حقتنا ما نقراحنا أصلا وحيقدم لك أوراق أصلا لا قيمة هتأثر ما تدري طبعا هي اللي ما يسير ايش تجي الحالة العباتية اللي سارت ولا مدير أقوله المثل هذا ولا لا لكن أبقوله أمري لله بعد أن تشفه إذا كان مبزي نقطة مره من المرات أبقوله أمري لله أمري لله أبقوله مره من المرات جالسهم في الستوديو عند الطلاب وكان فيه زميل لنا مدروا حي أو مات الله إن كان حي الله يا الله يرحمه حي وميث اسمه معتز سلامة أخو الدكتورة فوزية السلامة عارف المشورة ذيك الله يرحمه أخوه أشقيقة ومتعلم زي وزيها قوي مصري وراحوا درسهم في أمريكا متكساسهم أمه المم الممجا هو ضريف هو يرتاح لي أنا لأنه على حافة الجنون وصل مرحلة على حافة الجنون يعني يقول أنا جيت راح درست متعلم يقول يوم رجعت مصر يقول قلت أنا راح أنقذ مصر مرة بالعلم حق وعندي أعلام يقول بعدين أدخلوني في إحباطات ودنيا يقول يعاني نفسيا أصبح يعاني نفسيا مما حدث كان بيبني مصر وبيغير مصر وبيغير مصر هذا ما نجننه البيروقراطية فجاء عندنا يدرس عشان بيخرج من الجو اللي كان فيه وجاء عندنا يدرس وهو ممتاز قال من المرات أنا جائس في الاستوديو هو يروح في التخطيط المدن أنا قسم العمارة وعندي الاستوديو حقي زي الساربوكس كنت محوله استوديو صارف عليه من جيبي وجاءني قال لي عبدالله قلت له قال لي قال لي فيه اجتماع لي يسوي مخطط لي قده قلتونه ماذا يدخل قال لا الروح نحضر حيني نشوفه مدحين يتناقشون والروح نحضر قال له تعارفني دحيني ندخني مشاكل ما خلق الله ولا حاج عزمنا ولا حاج شيش ما ندخل قال لا لا هالمين أقنعني وهو مصر والله أنا أنا ما فغير روح قمت روحت أنا وإي أنا بسيارة أنا السوق وما أخذه معايا وهو يعني إنسان فقاهي وعبقري عبقري ومتعلم يعني فاهم وروحنا قموا جلسين على طاولة يمكن فيه ستين نفر وفي واحد ما بغى أقول جنسيته ولكنه جاي من بريطانيا من شركة ما ندري من فين جايبين ولكنه عربي ومن اللي يعرف اللي بيع لك أنا أعرف الحركات ذيك ولد كده يعني وفيه يعني أعرف ما ما بغى قد وص ما شاء الله أفضح نفسي وفيه شباب جلسين كده على طاولة ضخمة مهندسين وما عرف الشيء وناس من يمين وشمال وفيه ناس كبارية وهذا نحن طبعا ما نعلاقة في الطاولة نحن نروح نجلسين ولو أخير في البيت هذا اللي يسمونه بيت جدة مدري بيت الحرب مدري وشانه البيت القديم هذا فيه صالة ضخمة وفيه الاجتماع تكين نحن أنا بوصل لك حد إن شاء الله ما أضيع الهرجة حقيت أنا خاف أني ويالحق يفكرني أنت بترى أنا أضيع الأمور كلها لا لا فدخلته في الستين شخص موجودين بس السالفة ليس جبتا أنا؟ لمسيت ليس جبتا أنا؟ أنت كنت بجيب مثال ليش خربوا كيف خربتوا آه كيف خربتوا كيف بدأت فوضى وجهات النظر هم؟ فقط كده هم؟ هات الشاهي بطيكه ما توقع تنين شكرا سكر أجنان كلالة بالشاهي عاجي عاجي أدل لك القمر زكرة السالفة ذكرة السالفة فين خربت الموضوع نهاية فالطاعاتي زمان كان عقلاني ليس عبتي مع تخطيط المدينة هنا الهرجة كان وش العقلاني لما تكون عقلاني؟ ما ينتج قديما أنه أشياء يكون عندهم رؤية والرؤية هذه تحضدها الأرقام والإحصائيات والمعادلات والموديلينج للمدن وعلى أساسها تبنى بطريقة عقلانية فالرؤية صحيح تنطلق من الرؤية معينة لكنها تبنى على تعضدها الأرقاب والعقلانية والقرار العقلاني هل ما ندخلنا وضي لستنا هاكم تكيين حنا بيت وآخر الصالة والعالم هناك تهريون والأخ هذا يقول لهم هراكم يعني نحط مدري فيه سكتشات كذا إنه ميش المباني فوق يحطوا عليها زراعات ومدريه ونقاش الناس الحين المفترض إنه ميناك شون مخطط صناعة مخطط عامل المدينة والناس جلسة تتكلم إنه لا نسوي من هنا أقواس وهنا يتكلموا كذا ويطرحوا للتصويت طبعا هو معتز جلس جامبي والرجال مو فاهم مرة قل لي كيدا وقلت أنت اللي جبتني أنت اللي جبتنا هنا المهمة استمر الطريقة هذه لدرجة وصلت مرحلة الزعب أبتكلم وأمري لله أبتكلم معنا ما فيها شيء لكن أبتكلم هذا من القصص اللي لازم يستشهدوه بهالناس قلت له دح انت معجبك الآن جبتني هنا أتكلم مع تسل دح انت معجبك الآن جبتني في الموقع هذا الآن أنا شاهد أصبحت أنا شاهد لأنه نص اللي جالسين يعرفوني أنا صعيم أنا محهم بس يعرفوني وانت شايف البهللة هذه يعني وانت شايف الأخذ اللي جاء من الشركة اللي في لندن هذا اللي عربي وشايف الحركات حقت هذه يعني قلت انت شفت مدينة خطط كده قل لي لا قلت له من ورطناها الحينة انت ما حتتكلم قل لي لا ما حتكلم قل لي طي وانا اتكلم ما قلت انا اتكلم انا وانا عارف انه هزعل الناس وعارف انها هتقبح واللي يزعل يزعل بس أنا حاضر فلازم اقول كلمة اللي أمم بها صح غلط هذا انه ممم بها وانا رفع يدي طبعا ليدير الحوار عارفني عارف انه في مشكلة ما وعارف انه لانه ما اللي دخل أصلا ما رفع يدي اللي فيه ناوي لأجيب لأجيبه المطمة على ما يقولون انا رفع يدي قلت له اقول له الأخ هذا اللي يبيع بياح الوردة هذا والأخوان الثالث يصوته يخليهم يصوتوا يرفع يدينهم قارجة كبيرة ممثل قلت له انا والله معرفك وانا تراني اصلا ما هو المفترض اكون هنا لانه لاحد عزمني ولا شي لكن مدام انه الباب مفتوح سمحتونا بالدخول وجودي هنا يتطلب يتطلب اني اتكلم لانه الكلام اللي يجالس يسير هذا انا واني فاهمه وانا من باب جهلي بالامور وودي استفسر قلني يولا هذي يولا هذي انا اللي يدير الحيار الله يشترع له وعارفني وعارفه الحين دكتور جميل اللي يضحك قلت لانا ابغا فهم وانا واني فاهم قال ايه يعني اتفضل ماذا شنو قلت الحين اول نقطة نظام حتى الحين جامع الاخوان ذولا وذولوا جالسين يصوتوا عشان يصوتوا انا افهم عشان يصوتوا هذول المهند وهم عبما هم ترى جزء منهم طلاب وجزء منهم ذكرهم مهندسين وذا فلازم يكون لها ناحية قانونية لانك انت جازت يفترض انك جازت تسوي مخطط عام يشكل مدينة فبافهم وظلوا يصوتون بأي صرف بأي منطق علمني اياه عشان افهم انا بس فقط لا غيرت انا ما اعترض انا اللي اعرفه ان اللي يصوت اما انسان منتخب او انه يصور لانه في امر نظامي من سلطة عليا عندنا اعطتهم الحق في التصويت فهل هذولا عندهم امر من جهة عليا تعطيهم حق التصويت عن بقية اهل جدة انت مفترض انه يصوتوا عن اهل جدة او انهم منتخبي من اهل جدة طب انا ما يدريش يقول الاخ ما ادريه يمكن فيه طريقة ثالثة انتم متبعينه بس ما يهمنا ما يهمنا فيها خلاص انتجاوز هذه في النقطة الثانية انت جاي تسوي مخطط والشركة حقكم والمكتب حقكم يسوي مخطط المدينة الجدة صح؟ قال لي قلت بالله مهمتكم انتم تحطون خطة لتفعيل جدة وتنمية اقتصادها وتنمية الوظائف وتنمية هذه بحيث انها تسير بيها للانتاج والناس تعيش وترتكيبها مقتصادياً ولا تركت الامر المهم الصعب ورحت تنطولي تحطون شجرة فوق العماير ولا ما تحطوا شجرة فوق العماير حط أصدر امره الان كل العماير تحط شجرة بس ايش قدمت شنخرت الموضوع طبعاً أنا في تفاصيل مفخشة عشان لا يزعلون علي زملائي كلهم لكن دخلت في تفاصيل قلت لمهمتك ومهمة اللي بيصوته ليس شجرة الآن الشجرة بعدين فلخير فلخير اللي خلصت ونميت جدة وصححت أوضاعها وحسنت اقتصادها وتنميتها وأمورها الاجتماعية ومؤمورها بدينا تحط الله شجرة تحط آرشة ما أقول لك مي مهمة مهمة بس في سلم الأولويات في الأخير جداً لكن ما تبدأ أنت الآن بالكلام هذا طبعاً ما رد عليها ما حد يقدر ولا واحد يرد عليها حالما بعد ما خلصت يمكنني ربع ساعة نصف ساعة هذا لما أقول لك دخوله دخول المخططات من صرامة الإنجليز واتباعهم للمنطق والمنهج العلمي والرياضي لتطوير المدن إلى الناحية الأخرى الناحية العبثية إن المدينة تروح إيا إشكال ومدريش ونطحة السحاب والسوالف هذا الاجتماع كان للأمانة؟ هذا الاجتماع كان للأمانة؟ أدري لمين؟ بس هو المبنى حق الأمانة وطبعاً للأمانة ويخططون لحقت الأمانة لكن اللي جالسين مو يحقين الأمانة اللي جالسينها مدري من فين جايبوا جايبينهم يصوتون فيها ما؟ لا الأمانة أعتقد أنها ما كان محاضرة في ذلك الاجتماع لكن هذا يجاوب لك على موضوع أن يتحول تخطيط المدن من عملية مهمة لتحفيز الأعمال لأنه أنا شابغة من مدينة وشابغة من مدينة جميلة لكن ما تخلق لي الأعمال شبيبة شبيبة وش يستفيد منها وش أبغة من مدينة حطة في جميع المجلات العالمية إذا ما توفر إذا ما تخفض البطالة بين سكانها إذا ما حققت رفعت الناتج الوطني للمدينة لأنه رفع الناتج الوطني للدولة عبارة عنه هو الناتج الوطني لكل مدينة مجمح بعض الخدمة ومناطق أخرى وهو هذا في نهاية المطاف الناتج وعنده يهمنيش يهمنيش والدولة دائما تتكلم عن الناتج القوم للدولة للسعودية معي؟ وما في شيء اسم ناتج القوم للسعودية بدون الناتج القوم للمدن فأنت مهمتك الرئيسية في تخطيط المدن جمالها مهم ونوافاتها مهم كله مهم لكن أول شيء لا حلم لا حلم يمكن تحقيقه إذا لم يستند إلى قاعدة اقتصادية أي حلم أي حلم مهما يكون جميل وهذا ما تقدر تسنده اقتصاديا يمكن بالأول تصرف عليه يجيكوكت تقول إيشا نشبه هذا اللي حنا فيها فهي حيتدمر أي مدينة يصير تصرف فيها عبثي بدون عوائد أي شيء بالأخير حتى تصرف للنهاية أنت معي فلازم تخطيط المدن يستند في الأول يستند في الأول على خلق القاعدة الاقتصادية القوية للمدينة وسكانها ولمفعة سكانها هل مسؤوليات أنت تحطى الأمانة هل الأمانة هذه الصلاحيات أصلا هذا ما أعرف أنا أقول لك الصح تقول لي ما في صلاحيات الوزارة ساحبة الصلاح هذا ما أنا مو شغلي أنا ما أعرف ولا عندي استعداد أني أعرفها الحقيقة ولا أدخل في هذه لكن لكن يام كانت المدن جدة كانت جزء من التخطيط حق المدينة كانت القاعدة الاقتصادية والأعمال والدنيا تغيرت من سير جاكسون إلى الآن ما أعرف لكن أعتقد لم تتغير أنا لا أعتقد أنها تغيرت طيب على الطرق اللي أنت تقول والعلمة لو تغيرت ولو تغيرت في فترة ثم واتسحبت الصلاحيات أعتقد الآن الآن ضمن رؤية 20-30 وضمن توجهها سمو ولي العهد اللي جلسة الآن اللي جلسة يسويها جلسة يشتقل على هذا الأساس أنا أعتقد أنها معادة أنها تعاد لن يتم تحقيق رؤية السمو ولي العهد في كل الأجزاء إلا أنه كمان بعد المدن تشتغل على الضو هذا أنها تخدم القاعدة الاقتصادية للدولة تحولي بلدية وأمانة وعالم والأمم عشان نظف شوارع حيلا كلام هذا ولا عشان مدرس فلت ولا صيانة مدينة هذا ما أقول لك مهمة لكن العمل الأهم الأهم شف إذا القاعدة الاقتصادية تم الاهتمام بها في المدينة أنت تعرف أنه جدة كانت هذه مو كانت الدولة تصب الفلوس فيها كانت تنتج فلوس للخزينة تدعم قبل البترو وقبل هذه كانت المدن هذه الميزانية العامة تستفيد منها الآن نحن حولنا مدننا إلى خرم بس يصبوا فيها فلوس بدون حوايق بدون حوايق الآن جدا كم تكلفت دولة ما أعرف لكن أرقام ضخمة جدا دولة بتصرف المبالط ضخمة جدا علشان الصيان وعشان من باب أولى نحن لو وصلنا لو كل مدينة استطعنا أن نوصل أول ما هو حالة الاستقرار المالي إنه على الأقل يخي شيلي نفسك بنفسك معايا خفف الضغوطات على ميزان ما هو الدولة مقصرة لكن على الأقل تخفض البغوطات على ميزانية الدولة والدولة تصير الأموال المهيئة للدولة للاستثمارات أكثر فائدة لنا كدولة كشعب بدل ما نروح أصبه 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 في زبانة وتنظيف وصيانة والدنيا والأفضل إنه نوصل للمدن إنه تصير منتجة للميزانية العامة للدولة واللي يقول جدة ما تستطيع هوا السمخة جدة كانت صارت ظروف خربناها شوية نقدر نردها مرة ثانية تقدر نعم ما في شك عندي ما في شك عندي جدة جدة تقدر أعتقد إنها جزء من رؤية السمو ولي العهد إنك تحولها مركز إكليمي على الأقل بوابة لأفريكا والمناطق هذه ما ممكن إصلاح الأشياء اللي زي كذير إيه 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 كيف أنه كان طريق صغير والسيارات تمشي بطو إلا أنه أصبح طريق صليع تعرف دولي هنا جايك ها لغيروه شاء الله طوام ما ديش سوه فيه في واحد جالس يلعب ما عارف منه جيت أبقى جايكو ما أدريت نفسي إلا دخلت طريقة تحلية مني قادر ألف وأرجع لين رحت والأخي ولفيت وأرجع كل يوم والثاني نكد عليك طيب هذا الانتظار لا 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 ما منكد ينكد علي بنظام لأنه لو عرفت من الأساس كان حساء هلأ أقل طلعت قبلك قبل ما أجيك بربع الساعة شاهد بالقضية بس يعني لما أنا أبني طريق وأحط طريق سريع وأاخذ مباني وأوسع طريق هل أقدر أرجع جدة ما تحتاج ما يحتاج ولا توسع جدة والله ما تحتاج أحمد من الله أيام أعتقد أي أو الفارسي كان يكبر في الشوارع ومعرف ليش بس هو الحمد لله أنه يكبر الشوارع الآن جدة ما تحتاج رجال واحد لنزع الملكية لأنه شوارعنا ضخمة 100 متر 80 متر 70 متر وكلها مبنية وكلها أماكن تجارية أنت بتخيل القطاع هذا تخيل أنك تخليه اتجاه واحد وجدة بكل سؤولة لأنها قرد تقدر تخليها في اتجاه واحد كل شوارع جدة داخلية وخارجية تسويه اتجاه واحد نعم وحيسو في اعتقادي أنا الشخصي قد مرة سويتها الزمان أعتقد تقدر تخلي جدة مدينة بدون إشارات لأنها قرد أويه أويه أنا أعتقد أقدر وذي أذكرون الطلاب حقيني مرة سوين التجربة هذه أعتقد عند ألقاه عند أود عند دكتور كان طالب اسمه جمال الغامدي أعتقد ألقى المخطط عنده اللي سوينها به لكن في إمكانية إنك تحول أوكي يمكن مو 100% تحولها لكن تقدر تسعين في المئة من من إشارات المرورة هذه معين إذا لا اتجاه واحد الاتجاه الواحد كم تبغى لك ثلاثة خطوط ثلاثة خطوط عارف كم في اتجاه ثلاثة خطوط هذه نقول اثنى عشر معنا موها أربعة متر لكن نقول اثنى عشر متر خلاص تبقى تحط واحد يمين واحد شمال لواحد السريع لشي يسمونه تخليه دائما للناس اللي إسعى لا تم سور شوارد أنا محترمه مو بل إسعى في واقف ولا رجل المرور واقف مو قادر حق يسعى في واحد يموت لأن الأخوان متكين دائما في دول العالم يحطوا لك خط ما يمشي معه إلا حق الطوارئ معي هو الV.I.B لأن في ناس واحد V.I.B شخصية مشي مع الطريقة السريعة هذا لكن ثلاثة كافية في اتجاه واحد الخط الثاني ممكن تخليه للفط لك ترانسفورت أنت غطيت حركة هذه أكثر شي 20 متر أنت تبغى السيارات كلها تسير في مسار واحد لا ثلاثة مسارات ثلاثة مسارات بس المسار لا لا ثلاثة وجنبه رابع وجنبه من خامس معي وتقدر تحط مواقف يمين ومواقف شماعي أنت تقدر تحط كل الفوضى اللي تبغاها في 30 متر أصغر شارع في جدة الآن من الكبار هذا 76 متر باقي لك كم 40 40 في شوارع يجي واحد يقول عبدالله بن جنيدي بن نيكد سوها ثلاثة حطها 4 حطها 5 مع أني ما أحب أنك تكثر معايا أنا دائما مع العقلانية معايا في التحاطي معايا تحط تعرف الشارع حقيتنا هذا ما أحط لك باركينغ فوق في فرنسا في بعض شارع فرنسا الشارع تنزل لفرام تحت مواقف تقدر تطبق ما حتى تشوف سيارات ما حتى تشوف الفوضى هذه تحولها إلى بيئة مؤنسنة تحولها إلى بيئة خضرة ولازم حدائقنا تكون مكعبرة كذا سنترال بار مو لازم تقدر حدائقك تصير طولية خطية شوارع جدة دي كل تقدر تنظمها منظومة متكاملة مشا خضرة كلها متكاملة تقدر تمشي في جدة من أولها إلى آخر طبعا كبيرة جدة لكن تقطع مسافة وتقدر تحيي مين الدكاكين هذه أنت اللي حيات الدكاكين حيات مين حيات الوظائف حيات الترفيه بدل ما تقول لي الترفيه عشان أشرب لي قهوة أجي في الشمال جدا والشوارع كله ترفيه سارت بالنسبة لي سار جنوب جدة شرق جدة كله عنده الشارع العريض هذا اللي فيه هحمله كل شيء اللي هو ملتصق بمين الحي السكني أولادك وأولادي يقدرون ينتقلون للمدارس حقتهم من خلال تقدر المنظمة وما تشتري شيء الدولة ما تنزع لشيء في جدة مدن ثاني أنا ما عرف جدة تستطيع تعمل كل شيء في بالك وتنقلها نقلة فضيع بدون ما تنزع ملكيات وبأقل الأثمام ما في شيء تقول لك بلاش بلاش ما في شيء يسمو بلاش بأقل الأثمام وتقدر طبعا هذا كلامي أنا عشان لا أحد يدخلني متاهات تحيني يقولك أني أتحدث باسم الدولة أنا ما أتحدث باسم الدولة تحدث بأفقار حتى لها من جنيد تقدر أنا لا يجوز لا يجوز إني أحسن لك الشارع وارفع لك من قيمة الشارع ويرتفع عقارك وانجالس كذا مغير متلقي من المال العام هطور شيء عشان تستفيد أنت لا أنا أقدر أحملك جزء من تكلفة هذه لأنك أنت مستفيد من رفعها والمستثمر العاقل صاحب الملكة العاقل يجب أنه يدعى خاصة اللي ما عنده مواقف هو شيء استفاد منه دكا كينو بهذه ما سبات شيء لكن لما حولك الجزء اللي أمامك فخم ما يسمونه خمسة يوم ها و اه 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 ايش يربان كوريدور معبر عمراني جيد أنت ترفحت قيمة حقارك صحيح أنت تساهم فيها فيعني أقصد إذا الواحد نوع يجلس ويأخذ بهدوء العنف والهد وناطحات السحاب ومدري والموية والشلالات والخرابيط هذه نبعد عنها بالهدوء بالهدوء تستطيع تحويل جدة إلى مدينة حيوية بأقل تكلفة ممكنة أنا صادق تراني كيف تشوف تجربتي وتكلم عن علمها كيف تشوف تجربتهم في الواجهة البحرية تحويل الشارع إلى مشاه والبسكليتات حالة خاصة حالة خاصة بس هل هي تجربة ناجحة طيب؟ يا ما تفرق شيء أنا بالنسبة لي على المستوى المدينة ما تفرق ما تفرق شيء ولا تقدمني شيء تفرق على المستوى الإعلامي تفرق على المستوى يعني واحد يجي لكن لا تؤثر في مستوى المدينة لا لا بس إخذناها إذا تجربة ناجحة هنقدر ننسخها في أماكن ثانية؟ آه يعني قصدك أنك نفس الكلام هذا أنه الشارع يصير شارع حي حيوي معي وليس للسرع السيارات الشوارع حقا لكل السيارات يجيك واحد رايح واحد جاعد ويقوم يحط لك جزيرة وحط لها فيها شجرة أنا شبغة بالشجرة هذي اللي حطيتها يا أخي ما تستبدت منها ولا شيء ويجيك وحط لك رصيف وحط لك رزيز كويس بدين يحط لك إيش ثلاثة من السيارات ليش هذا يقول لك هذا طريق خدمة وهذا طريق خدمة من اليمين طلعت هذا خدمة هذا الناس منطلقة معاه والله يا شيخ والله أنا ما نعرف من اللي جاب فكرة من اللي تفلى عندنا مصاريا مصاريا عندهم مثل يقول لك رقصت على السلة يقول لك ما رقصت فوق ولا رقصت تحت جت في السلة ورقصت هذي شوارعنا لا هي هايوي خلص هايوي أمنا لا زي اللي في الرياض خلص تقطع أواصل المدينة وتقول أنا قضيت على الشارع تجاري وانت هنا خلص خلص هذا قرارك ولا إنك خليت شارع حي عشان تنعش هذي جت في النص طريق خدمة أنا عارف من اللي اخترع كلمة طريق خدمة يعني طريق خدمة يعني يعني تخش فيه عشان تخش جوه عشان يسا هذا أفهمها لكن إنه يصير موازي للطريقة الثانية ومنطلقين معه كيف صار طريق خدمة هذا ما نعرف من المبنى إلى المبنى ما بين رصيف أبو متر حتى ما تمشي عليه ترى ما يحطوا لك عريض أبو متر ها ومواقف سيارات ما دي تخش منه لأنه مخبطين في بعض واحد وموقف كده والثاني وراه هو ده عجعه على قول اللبنانيين معي وبعدين اسفلت اسمه سيرفيس روت وبعدين رصيف رصيف ارتفاع نصف متر يعني حتى لما جاء المطر وغرقة الدين قاموا كالسراع عشان يحبلون الموية ما جبتها الشهد شوارعنا تغاني من الفوضى معنها والحمد لله يعني أنا مرتاح الآن لأنه أنا أعرف أنه حييجي رييجي أكثر عقلانية منها وتكون جاهزة لهم لتحويلها الموت الموت لو كان الشوارع إنها فيها مشكلة ما تقلت تحولها معا أو إنها صغار ما تقلت دخلت تقلت زي ما يا لين يجون ريجي ها أصلا حيعرفون إنه إنه ما هو عمامهم كنس يحتاج للتحويل وحتتتحول يعني طبعا حينا كبار في السن لكن أنا متأكد جدا في حد عشرين ثلاثين أربعين سنة بالكثير حتكون الشوارع هذي شوارع عظيمة جدا والله نظيم طيب هل أنت كده تتفق مع فيها فؤاد عسيري يقول إن الخبر هي المدينة الأكثر حيوية في السعودية واللي قابل إنها تقدر تكون تتحول إلى نموذج حيوي أنا ما عارف إنها أنا فؤاد صديقي اللي أتكلم معي دائما ونختلف ما في مشكلة بس أنا بقول إنها شبكية وكلها طريق رايخ بجاي كل كلامك موجود أنا الحقيقة ما عرف الخبر ما قدر أحكم الخبر لأنه ما عرف لأنه أنا متى رحت الخبر يمكن قبل أربعين سنة ولا خمسة ثلاثين سنة فما عرف الحقيقة لكنه خبير هو إذا قال شي فأنا متأكد إنه فاهم ما اللي يقول في هذا لكني ما عارف أحكم عليها لكني أنا عارف شيء واحد عارف جدة وأعرف إنه جدة عارف الجوهرة اللي اللي في الأرض اللي غير لامعة ما هي ملمعة قيمتها فيها عدم تلميحها وعدم نحتها وعدم هذا لا يلغي قيمتها معايا لكن تلميحها ومدري شو سمونا هذه قصة مدري نحتها مدري وش أنه هي اللي حترفحها قيمة ولكن قيمتها لن تضيح جدة قيمتها لن تضيح نهائيا وسيأتي وقت والآن الحمد لله لأنه قبل شهر مني شهرين الهيئة الملكية لتطوير جدة أو حاجة كذا الاسمها وبرئاسة سموالي العاد متأكد أن الأمور ستختلف طبعا سموالي العاد أمامه ملفات كثيرة جدا وهو يتعامل مع جميع الملفات طبعا لنه سكان جدا ودنا يعني يعني ودنا يقربنا بسرعة في موضوع تطوير جدا تعرف كل دولتنا في نهاية النطاف لكن تعرف بالصفة أني جالس في جدة وما أني مقرر أني أروح محل ثاني إلا في جدة يعني ما أني من اللي جالسين يقول لك اليوم عايش في جدة وبكرة بنقول أنا في جدة خلاص ومتقاعد في جدة أنا ودي قبل الواحد ما يموت تكون يشوف شي بداية 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 نحت وصقل الجوهرة وأنا مقتنع ترى ما أتكلم حاطفيا عن جدة في جزء حاطفي أنا أعشق جدة لكني ما أتعاطى في الكلام حقي أتعاطى من ناحية علمية وما أتعاطى من ناحية جهل وهذه وعندي خلفية كاملة وعندي خلفية ترى أنت تعرف من الدكتورة حقتي في الاقتصاد الحضرية العقارية فأنا أفهم في الأمور وما أتحدث عنها تحدث حتى قد ما بالضرورة أكون صح 100% لكن أعتقد أني أقرب للصح من الخطأ طيب كيف تقرأ مشروع قصد جدة أي مشروع يضاف لجدة يرفع من قيمتها كل شيء يضاف كل شيء يضاف قيمة مضافة للقيمة الكلية لجدة معي حقيقة أنا ما طلعت عليه معي لكن مبدأ شوف مبدأ إن كانت منطقة غير مستغلة الحقيقة كانت محطة تحليا قديمة جدا وكانت مدريش تحويل إلى شيء مفيد ويسمى محرك حضري أو للتنمية جيد إنه يكون في مشروع هنا يكون مشروع هنا يكون مشروع طبعا أنا أتمنى مع وسط جدة يكون في مشاريع أو أخرى ما نبغى ما نبغى نركز التنمية في اتجاه واحد في جدة لأنه نعاني نفس المشكلة التي أدى إلى أجزاء شعبية إنه إذا ما المدينة زي الجسم المدينة ليست إلا جسم إنسان أي جزء ينقطع عنها الأكسجين يصيب غرغرين الأجزاء الجنوبية ليش يدهور وليش يقال إنه صارت فيها مشاكل وامور أمنية يمكن أو إجابة لي لأنه انقطع عنها الأكسجين أكسجين الثانمية معي فاتصاص بحض مناطق متداورة معي وهذا جزء من النقاط ترى اللي محطوطة هنا فأنا أتمنى على ما هو بالضرورة على صياغة داون تاون المشروع هذا بصياغة أخرى لكن تنشر مراكز التنمية التي تحرك التنمية وتوفر ما أسميه أكسجين للحياة والمناطق هذه تمنى على مستوى جدا كلها معي ولكن التشبيه حق موضوع الأكسجين وموضوع الجسم وموضوع الغرغنينة ينطبق على المدينة 100% طيب إذا أنت تقول اليوم فيها العشوائية والتخبط في البناء في جدة في السنوات العشرين والثلاثين الماضية كيف تقرأ في مكة 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 أنت أبن مكة أبن مكة لكن يعني شوف شوف في مكة مكة وضع مختلف وتفاصيل مختلفة وأنا حدث أنه في مرة في لي أبحاث يمكن دكتور يمكن الوقت فاضي وحندي ووقت أسوي فيلسوف قبل ما أدخل في تصميم الحرام وفوضة البناء والطيران حول العالم والإنشغال بالعمل اليومي كان عندي متسع من الوقت للعمل الفكري معايا بعض الأحيان تحول من عمل الفكري مجرد وتخش في أبحاث من هذا وبعض الأحيان تتحول إلى أنك تجري جري وبعض الأحيان ما تقدر تفكر وتتفزى لأنه في عمل لازم تنجز وأيام مرحلة الحرم ومشاريع الحرامين في المرحلة الزمان صويت نموذج في دراسات اسمه النموذج أركي أيربن هذا اختصار لكلمة أركي تكشير و أيربن بمعنى الإمارة الحضرية النموذج النموذج عمراني معمار النموذج معماري عمراني لتنمية مكة معاي أن أركي أيربن سيستم فور ديفولمة في مكة اللي حنشوف أبعتمد على الذاكرة وما استرجاع لو قلت لأنك بتناقش كذا كان زي الطلاب اللي يسهرون قبل ليلة الامتحان كان قريت وتذكر طالحينا أبعتمد والعلا الذاكرة تسعفني ودخلنا في أجزاء ضخمة جدا في التنبير جاءت فرصة سوى مسابقة لتطوير جبل عمر جبل عمر قبل ما يبنون قبل 20 سنة قديم جدا قاموا هذا السؤال تذكر منك فتحت مكة موضوع مكة فأنا باسترسلك فيما لدي من معلومات تجارب تجارب شخصية في مكة ومنضوعها يكون جزء من الإجابة على سؤالك المنزلهم سابقة مقاتب عالمية وقالوا للجامعات تدخل أنا ياما دكتور في الجامعة ملكة العزيز طبعا جامعة الملكة عبدالعزيز عندما تقشف التنافذ جامعة الملكة سعود ولملكة عبدالعزيز عنا جامعة المؤسس أفضل جامعة أفضل جامعة عنا دائما الأولى دوم جامعة هذا موضوع التعليم موضوع ذاني ممكن نناقش جامعات سعودية لكن الأولى للجامعة الملكة عبدالعزيز طيب أرجع أحطهم مناقص مسابقة على المستوى الجامعة لا لا على مستوى العالم شركات عالمية ومدرجة وحطونا جاملة قالوا الجامعة التي تخش قالنا نخش قالوا دخلنا بمشروع دخلنا بمشروع لا أدري كم نحن سوينا فريق مسابقة تصميم تصميم مشروع جبل حمر ما تعرفو اللي لحمة بن يوسكو هذا لا ماذا كانت المشكلة اللي يريد حلوها ما في مشكلة يبقون التصميم للمشروع تصميم للمشروع عندهم ما عندهم الأرض وفاضي جبل ويبقون مشروع ومنزلهم سابقة مشروع هذه وانا عندي الخلفية النظرية هذه اللي مسوينا قلت جاء وقت التطبيق ممتعد الناس يفترض عندهم خبراء للتقييم هم التقييم ماشي حالك نظراتهم يتفرجون في المجسمات ويقرؤ اللي يعجبهم يقول والله هذا حلو ما 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 يتلعمقوا في المشكلة ويفهمون المشكلة حنا خبنا تطبيق لنظرية عندنا نظرية ومودل موج هذا نموذج نبتطبقه في موضوع تنمية المدن موضوع بالنسبة لنا أكبر من جبل عمر جزء جبل عمر ليس إلا تطبيق نحو تنمية مكة طالح بحنين الغلطة اللي ارتكبنا حنا نفترض قدمنا تقرير وقدمنا كتابات يفترض الناس تقرأ وتقيد الناس مرت على النماذج المجسمات وصار تكييم المناظير والمناظير والمجسم حلو وشكل المبنى حلو ما هم يمن مشكلة ما هم يمن ما هم جهد أو ما لديهم الخبراء لأنهم ما تلوم إنسان ما هو خبير بالموضوع طبقنا نموذج تنموي لمكة بطريقة احترافية وسلمنا المشروع على أساسه نظام تنموي لمنطقة لمكة المقرمة والتطبيق على جبل عمر خلاص خلاص الثانين المكاتب الثاني هذه صمموا مباني هم جلسين يحردوا في المباني يحطون قزاز وشكال عبثية معايا ما هي في فحو القضية معايا أو ما بنوا بس أنا أقول لك كيف زعلتنا ألم حط المصابة حط النوادي والدنيا كذا وسووا افتتاح وكان أيامها الله يرحم الملك عبدالله كان وليا لحد وفقيه عبد الرحمان فقيه هو اللي كان يدير جبل عمر ومعاهم مدري مين وظل وجوا يتفرجوهم في المجسمات ده حم حد قراء طبعا حقنا ما في مباني ما في نماذج مباني فيه يعتمد على الكتابة والشروحات ما يعتمد على منظور ولا يعتمد على هذا لأنه ما عندنا مباني عندنا نظام تنموي أذكر التلفزيون طلعت يعني من سوء حظنا طلعت سنزغلتنا وقدر أنه مرة وكذا ما أدري ايش ويام جوا جنب حقنا قال ما تيش قال ما أدري عبد الرحمان ما أدري من اللي شرح يشرح ما أدري وقال إيه هل العقول في راحة أنا سميت كلمة هل العقول في راحة ما ما يقولها أحد إلا هم ما ناقشوا بالطريقة هذه معايا إنهم بالسبب ما أحتقر بالمشروع من اللي قيم من اللي قيم ما أدري أنا مو شغلي معايا لكن هذا اللي سمعته في التلفزيون أنا زعلت بها مو زعل زعل بطريقة مغيبة إهانة إهانة ما تصورت أنا المهم ثاني يوم قلت وإذا حين الناس ما قرد تعبنا وسوينا وكتبنا أعتقد أنه كان 75 صفحة تقري ما تقري وتعبنا هذا الأربع عشهر كذا ما حد يقرأ يعدون زي كذا وتشوفون أعتقد واحد ماليزي مدرهم سوي مبنى كذا حركات ومدره وقاعد مدحب مشركات مبنى عبثية ما أمم زعل ما وزعل ماني قدر أنا ماني أحسيت كرامتي أهدرت أنا مان قلت له أمم ثاني يوم قلت محاضرة محاضرة عامة لأن خلاص أنا كرامتي أهدرت أمام الملأ عندما أنا طلابي من قد أطالع فيهم لأن خلاص كرامت أهدرت قلت محاضرة وإن أنا أطلب المهندسة نصير ويا الله يستر على قلت أنس قال قلت قلت كرامتي أهدرت أنس منهم معه في جفل عمر قال لي قال لي قال لي قلت أنا سمعت الكلمة هذه قال أنا سمعتها ما هو مستحي يقول لي أنه كمان هو أطال أنس ما قرأ قلت أنس محاضرة وكان وقت حق وقت ما هو اللجنة العام ما هو اللجنة العمران ما هو المعماريين لجنة مجمعية تمهر معماريين ما هو ما هو قلت له أنس أبو أصاب محاضرة قال لي يبشر وشاف نزاله قال لي يبشر قلت لهم محاضرة حامة تعزم جميع مهندسين جدا كلهم ورجالهم على بناتهم قال لي طيب لحن كرامتي رجال جريح أنا سيء الجريح ما هي وما عدفت أعيني ما أحط في أحد لأنه خلاص أنا مهيز أمهان خلاص ما هي فبس رجل جريح يبقى يسترجع كرامت أنا قال لي متى تبغى قلت أسرع وقت ممكن قال من بعد أسبوعين أعلن ومدري شو كل حاجة وانا قيد العلم تقد وقتها إذا ما خانتنا الذاكرة أكثر من 90 سلايد نعي وفيها ذكا التفاصيل كل التقرير هذا حولته إلى سلايدات حفرت المهم و في الكراون بلازا عارف الكراون بلازا حق 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 صير المهم وانا كان يتحمل تكاليف العائشة ودينا أنا ما لدخل أنا جاي كذا نكت قال لي أبشر وصاحب صديق جدا ومؤدب وما يبزع عنه وشافني زعلان معي المهم مجتمعة الناس يمكن والله 500 واحد هذا الصالة ما شو آخرها من الجمعين وعبد الله بن جنيد في زعلان والدكاترة والدكاترة جاء والدنيا والعالم جاء والمهندس والمهندسات والدنيا وفي بعض ما قدر أقول صفهاء لكن بعض صفهاء تعرفت لازم يقوم في كل في كل مجموعة لازم يتخلع لك سفي سفي ثلاثة أما من باب غيرة أما من باب في صفهاء يجونك المهم ونطل ونحن الساعة بدري الساعة ثمانية بدري ايش قلتم اسمعون أنا عارف كمية العلم اللي هندي ومصممها بحيث إذا قالوا لي ساعة أعلم متى توقف بدون ما أخل وكل ما كنت شبت الجو طيب أبغى أمدد في الشرح لأنه كل ما توغلت في الشرح كل ما أعتقدت إنه كرامتي رجعت نعم الهدف أنا ما همني لمشروع ولا همني أحد همني كرامتي درجة همش كرامتي المهم ماذا يجي تسمعون في خيارين أنا بتكلم ما هني متوقف الله معرف أنتهي في نص ساعة في ساعة عشرين ساعة أنا مش عالي اللي عندكم خيارات أما كلكم تقولوا لي وقف أتوقف واحد اثنين طفش يضرب الباق يسحب نفسه ويمشي هذا الاتفاق ونمغطن بمحاضرة بشرح أربع ساعات ونصف والتسجيل عند أنا سلام مسجليين هم أربع ساعات ونصف الأسد والجريح وطالع نازل الشاهد أربع ساعة ونصف الشرح الناس هدوء مو هدوء وتقدري بعدين تقابل أنس وخذ منها الشريط يمكن أن يفعلكم في الشرح وأنس والله أتذكرت أنس أعطيني للشريط أنا ما عندي نصف من الصحي الشاهد أربع ساعة ونصف يوم خلاص علم مو علم علم دقيق علم دقيق علم يعلمك كيف تنمي مكة كيف أنه مكة ما تسير عالة برضو على الميزانية العامة إنها كيف تدير نفسها بنفسها إنها كيف تسير تنمي عمرانية اقتصادية بي كلها مخلوطة في نموذج إدارية كيف تدار الفراغات الخارجية كله موجود في نفس النموذج فإن ترجع تسعني عن مكة أنا خلصت كده والناس هادية ما فقدتها عرفت أني نجحت لأن لو فقدت النائس ثلاث مرات أربع مرات يقولوا ما أوقف يقولوا لا 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 توقف والله العظيم والله العظيم عرفت وقتها أني سيطرت عليهم لأنه أسوأ شي على المحاضر أنه يفقد الجمهور أنا بعد أربع ساعات ونص قلت والله خلصت جاني أنس والله العظيم ودحين أنس بيسمعني جاني أنس قال لي هي كده قلت الله هي والله هي كده قال والله ما حد فهمك ولا حد دران المشروع والناس عدت من جنب المشروع يقولون عبد الله بن جنيزي بصابوه لوثة في حقلة لكن والله ما فهمت الناس ما فيه مثل الآن قلت هي وهذه كله واللي يقول اللي قال الأهل العقول في راحهم أنا أعتقد أنه ندري منهم مهندس واقف يقولها وجاءت مع اللقطة واللي تعرف قالوا والله العظيم ما حد درى إن الموضوع كده آه الناس كلها قالوا معقول عبد الله بن جنيزي يمسوه زي كده هذا أنس يسمعني يلا معي قلت والله هذي أنس قالوا الله ما حد در عنها فهذه أرجع لك لسؤالك ما هي نظرتك مكة مكة يجب وضحها خاص ليس زي جدة ولا زي أي مدينة في المملكة مكة والمدينة مكة والمدينة كل دول العالم تعتمد قاعدة في تنمية المدن إذا كانت المدينة ذات مركز واحد يحاولون يخلقون مراكز متعددة واستراتيجية مشهة بدول أوروبا يتحفظون على الاستراتيجية هذه لكنها مطبقة تقدر تطبق تعدد المراكز في جميع المدنة السعودية إلا مكة والمدينة أي واحد أي إنسان ما عندها العمق الكافي يعتقد أو يجيك شركة أجنبية مكتب هندسي أجنبي أول ما يتبادر في ذهنه هذه الاستراتيجية المطبقة في كل محل في دبي في ستين مركز لها معا لا تستطيع أن تطبقها في مكة والمدينة ليش؟ أنت لما تطبق مركز آخر أنت تخلق منافسة للمركز الرئيسي صحيح؟ صحيح عشان تخفف الضغط عليه هذا المشكلة ما وتسوي كذا مركز فتخفف الضغط على المركز الرئيسي ما يعني في مكة والمدينة كيف حتخفف الضغط؟ مصدر الضغط هو المسجد صحيح؟ حتسوي حرام ثاني؟ ما حتقل تسوي حرام ثاني فلذلك يجب وهذه إن شاء الله اللي يستمعوا ويتعاملوا مع مكة والمدينة يعني يسمعون هذه من عبدالله بن جنيدب وأنا أعتقد أني صح وأقرب للصح إذا جاءكم أحد يتكلم عن تعدد المراكز في مكة والمدينة دوره غيره دوره غيره ويجب التركيز على أهمية المركز وفرد التنمية شوف عضد المركز وحول المركز إلى أداه إلى أداه لتقوية الشرايين النابعة من لفرد التنمية لكن ما يحدث الآن إنه بيحاولون في استراتيجيته أو ما أسمع أنا الحقيقة كنت أعمل في مكة ما كنت أعمل كنت أنا دكتور في الجامعة واشتغلت ثلاث سنوات مع حنا اللي جبنا فريق MMM لتطوير مكة والمدينة والمشاعر وهذا أنجح مخطط حام سوي المكة والمدينة شركة MMM معايا بعدين يعني لأسباب معينة استقلت ومشيت معايا خارج موضوع النقاش فيها معايا أه أه أدعم كم لذلك الزاكرة ميلة درجة هذه طيبة 2000 خمسة 2005 2006 ما أعرف ما أذكر ما أذكر ما أذكر أذكر يعني حاجة من هذا القبيل آآ وشي الشكل المثالي في مكة فاللي أبقول أنا بحوصلها لك الآن موضوع الرفع كثافة المنطقة المركزية في مكة والمدينة خطاب وش تقصد يعني إحنا قالوا أنها المباني الشاهقة وهذا خطأ شديد جدا معايا لأنك أنت تكدس يعني هذا مثل يعرف لي يصير تضخم القلب أنت بتضخم القلب معايا ليس لمصلحة المريض تضخم القلب التضخم القلب قلد يقتل المريض معايا فأنت ومنطقة الأشياء يقول لك العامل الاقتصادي كل ما تيجي تناقش واحد يقول لي يا أخي الأرض مرتفعة يا أخي الأرض مي مرتفعة الأرض لا كيمة لها خلينا فصل في الكلام حيشان الناس لاحد يقول الأرض لا كيمة لها والدليل والدليل كالآتي أنا أبغى أبيعك مليون متر في الربع الخالي تشتريها تشتريها مني بل فين ريال ما تشتريها مني بل فيرها وهي ألفين متر ويثنين مليون متر في الربع الخالي صح صح إيش اللي يخلي قيمة الأرض غالية سؤال قيمة الأرض قيمة الأرض ليس لها إنما للمنفعة الحاصلة منها صح هذه أنت تدفع قيمة للمنفعة وليس للأرض الأرض ملا قيمة مع أرض مغير متر في متر ملا قيمة هي للمنفعة اللي مؤمنها طيب ليش تصير قيمة المتر المربع غالي في المنطقة المركزية وما هو غالي مثلا في مكة في النورية ليش هناك المتر بخمسمائة ريال وعندها الحرام بمليون هنا السؤال يجب انه نفعه علشان لما تجي الواحد وتقول يا خفض التنمية وجاء لك بالكلام المعاكس قال لك متر الأرض غالي لا يا حبيبي هو غالي لأنك سمحت أنت بتعدد الأدوار فيه فمصدر التشوى لسعر الأرض مصدر التشريعات اللي سمحت بذلك لكن لو قلت الأرض في المنطقة المركزية عشر أدوار عشر أدوار يصبح سعر الأرض مصدره ليش التشوى في الأنظمة إنما حساب القرب إلى الحرم فيصير الأرض القريبة من الحرم أعلى من الأرض البعيدة عن الحرم لكن أنت إذا شوهت إذا شوهت الأنظمة بتشريعات تسمح لبقى خمسين ستين سبعين دور عند جالس تعضد مين الفائدة المين للمتر المربع اللي قريب من الحرم وتمنع عن المتر المربع البعيد عن الحرم وهذا غلب العكس يجب أن يكون بمعنى تخفض إذا تبغى توصل إلى توازن سعري للأرض ما هو للأرض خلينا للأرض للشعر الأرض أو للقيمة الأرض يجب أنك توازن بين المنفع اللي حاصلة منه بمعنى مدام الأرض القريبة من الحرم منفعتها من القر ما أعطي لها حسنة الارتفاع الزيادة على شان أخفض أخفض قيمة الأرض على طول لأنه مستفيد من القر الأرض البعيدة عن الحرم فيها مضرة البع فأعطي له منافع أكثر لكن كلها حتى الأرض البعيدة والأرض القريبة كلها تعتمد تعتمد في الأساس على الاستنفاع من الحرم أما أي تشوهات أخرى يجي واحد يقول لك أبنسوي لك مركز سجار من المركز الثاني البكة لن تستطيع تنافس المركز فلذلك أقر أقر قبل ما تسوي أي حاجة أن مكة والمدينة منفعتهم الرئيسية يجب أنها تستجلب من وجود الحرم وإنه الحرم لا أستطيع أني أنافع فأنا مدينة مكة إذا مونو سنتريك سيتي يعني ذات المركز الوعدية والمدينة هذا إقرار أولي على ضو هذا الإقرار تبدأ التنظيمات حقاتك تكون أكثر حقلانية في التعاطي مع هذه لكن يجيك واحد دعين تكلمت تقول لي أبنى حلال لا يجوز تعطي الارتفاعات هذه يقول أنا كيف أجيب المستثمر الخاص الله؟ الله؟ ليش تيجيب المستثمر الخاص أنت؟ أنت خفض التشريعات خفض الارتفاع وعط تشريعك كأنها عشر أدوار قيمة الأرض أصلاً خافضات أنت ساعدت المستثمر الخاص بأنك خفضت القيمة لكن لا تيجي على أرض أنت معطيها سامح لها بمئة دور أو مفتوح وكما الارتفاعات للدونا وتنتج سعر عالي وتقول للمستثمر طبعاً يقول لك أنت هو يورطني الآن لكن أنت خفضها تتعرف بالطريقة هذه اللي أقولها إيش المناطق البعيدة في مكة مكة يجب أن تصمم نحو مركز وشرائين مركز وشرائين إذا أقريت بالمركز والشرائين في جدة في مكة كاستراتيجية رئيسية لتنمية مكة وبنيت عليها النموذج التطويري اللي أقول لك هي النموذج اللي حطينا هناك مكة انتهت مكة أنا بسألك سؤال الناس لديها الناس العاديين لديهم من المقدرة في التفكير وفهم المعطيات أكثر بعض الأحيان من المخططين ومن المعماريين ومن المهندسين طالع طالع بحي بس يبق خريطة خريطة واحدة ويطالع كيف كانت مكة وكيف كانت تشتغل مكة وبسط النموذج اللي كانت تشتغل علي مكة لأنه شغال لأنه كانت مكة عايشة حواليه ونامية حواليه ما يبقى لا تفكير يعني ما يبقى لا خرافات وأعتقد أنه في مكة كل ثنايا حلوا مكة في مكة قبل ما قبل عشرين سنة ثلاثين سنة في ثناياها جميع أدوات تنميتها وهي اللي استمدت منها النموذج التنموي لهذه ويجب كل مخطط يوضع لمكة أنه كل قطحة في مكة فوق جبل تحت جبل في أي مكان أنه يصلها أكسجين الحياة أي منطقة فيها تشوهات لا يصلها أكسجين الحياة معناته مهطط معناته ما عد في فهم لكيف تنمى المدن معايا ما تعاني مكة الآن في التخطيط يبدو لي ليس فهم عميق للمشكلة ليس فهم حقيقي ليس فهم حقيقي لكيفية صناعة مدينة مكة مكة تستطيع الآن أنا مرة جيت ماشي مار كذا بعيد منطقة بعيدة كذا في زاوية مربية لقيت فيه ثلاثين دول ما زي قماني عرف أنا كيف إيش هذا ثلاثين إيش جابت ثلاثين دول منطقة يا شيخ ما ييجيها زي ما نقول مكة ما يجيها الجن الأزرق فيه ثلاثين دول كيف وصلت قل والله ها هلا معدل البناء عشرة كيف صار معدل البناء عشرة هنا هنا هذا زي الحرم يعني قال لك والله عشانه شارع طيب شارع بس هو فاخرة الدنيا شارع أصلا ما جنبه واحد ما حد يعيش جنبه أصلا يمكن بس الجن مراكز الجن حق تمكن اللي عايش جنبه كيف أني وصل ثلاثين دول يقول لك والله هو كيدا طلع من ثلاثين دول طيب طبعا شفت إيش على الشارع فيه شارع كيدا من التوي غريب وبعدين شفت صوت من العمائر الطويلة والأرض اللي وراه مساحات مخيفة كلها قضي عليها ليش؟ لأنه بجول الأخوان يظلوا صفه صفه سور سور من ثلاثين دور المنطقة اللي وراه خلاص السجين قطع عنها عيش حتنمي حتنمو مناطق عشوائية ما في طريق أو تموت أو أرض ضخم يعني مساحات ضخمة من الأرض اهدرت اهدرت التصميم يجب أن لا يكون كذا معي فأنا أقول أقول في مرة دائماً قام الترق على المنجسي الطلابي وذولا إذا بعده يتفلسفون كذا عشان أن أكد عليهم من باب النكد أنا عشان إذا كان واحد منفعل وحاس نفسه أنه فاهم وتفلسف أجيب له مثل حقه مثل زمان قديم أحاول ذكر المثل بالضبط لكن أجيب لك معناه صارت مشكلة في قرية أمريكية أمريكي من القرى البحيدة دي وجوه بحلوها مشكلة ماذا شكلة نسيت أنا لحين لكن أعبا إن شاء اليوم عشان أجيب القصة كاملة لأن الناس سبت أنسا وصووا مقابل التلفزيون مع واحد شايف شايف أمريكي كابوي مدرج قلو له يعني كيف أنتم وش المشكلات وكيف كنتم عايشين وكيف ما عايشين قلو الله كنا عايشين ممتاز لين جوا المهندسين يقول قلو الله كنا ملتازين لين جوا شركات وهندس وخرابيط عدمونه في بعض الأحيان المهندسين وهذا يمكنني كتبتها تغريدة مدري بس صرتها بطريقة طيبة إن شاء الله أتلقاها أنت وتحطها بعدين لكن التغريدة تقول ما فاده أن التعمق في فهم تعمق في فهم المشكلة مهم جدا وتبسيط الحل مهم جدا الحل يجب تبسيطه لكن الفهم يجب أنه يكون محق يعني تدخل في كل شيء لن تفهم مشكلتنا مشكلتنا وهذه تراها حتى أنا بعض الأحيان تجيني إن نبسط الفهم ونعقد الحل أعتقد هذه هي معظم مشاكلنا في المدن هذا بصدرها معي المدن المدن أعقد شيء يمكن فهم أعقد شيء كل ما عداها بسيط المدن أعقد شيء صنعه الإنسان وأعقد شيء في الفهم ولذلك عندنا تبسيط مخل في فهم البدن تيجي لو تقول لك تطوير للمدينة أي شيء للتطوير هذا غالب ولو تعرف تتاح من شيء كله مناظير وإنميشينات وكل الإنميشي ما يكلف عشرة ريال وثلاثة عيال يقدروا يسوونه ويفتتح لك سوالك ويفتتح وهذه جو كفيرة وسوالك ويقول لك ما يدري شانو وهذا إيش هذا نظرة لتطوير المدينة يا أخي يا أخي المدينة معقدة جدا إذا لم تفهمها لن تعرف تحلها لكن إذا جيت تحلها إذا عقدت طريقة الحل فأنت مخطي ما يجب أن الحل يكون بسيط مكة كالآتي يعترف من يتعاطى معها إنها مدينة ذات مركز واحد لا يوجد موضوع تعدد المراكز شيله على طول شيله ناس كثير بيحاولونها عن سوء فهم هذا أول شيء ثانيا اعتمد على الشرايين شرايين مكة القديمة وادي إبراهيم وادي الميس خلا هي محاولة تنمية ليش أنا أختلق لي شيء ثاني وربي خالقها لي معايا اعتمد إنه تشريعاته تؤدي إلى التوازن في سعر الأرض بين الأرض البعيدة والأرض اللي جنبها الحرم اعتمد شيء ثالث على مواضيع الوحدة الوحدة العمرانية اللي مكة الوحدة العمرانية تعتمد على التغذية التغذية من الشرايين هذه وتوفير الأكسجين اللي أعمق نقطة في البلوكات هذه ولحها تفاصيل كثيرة ما بدخلك فيها لكن التعاطي مع مكة لن يكون بالتعاطي مع أي مدينة أخرى مع جدة مختلفة نهائيا تسيناريو والتفكير مكة حالة خاصة يجب أن تكون خاصة والتفكير خاص والتعاطي معها خاص أنا دخلت فيها وأعرف تفاصيل كثيرة عن مكة وتعمقت في فهم مكة وفي ناس كثير تعمقوا في فهم مكة يعطوا الفرصة الحقيقة وبسط الحل وأعتقد سيطر عليها المدينة ذات مركز واحد لكنها تختلف عن مكة مكة طبغرافيتها وأوديتها وتشكيلها وأوضاعها تختلف وتتطلب حلول عمرانية أكثر وابتعدوا عن السيارات والحلول المقولبة وابتعدوا 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 في مكة عن الانيميشنز والحلول حقة الأشكال العبثية والمباني العبثية وهذه شكلها حلو وهذه شكلها ما أدريه وهذا يعني السؤال بعدين في الطبقة الأخيرة لأن الحلول دائما طبقات حلوا الطبقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة بعدين في الخامسة والسادسة طبقة الشكل المعماري ما أدريه هذه طبقة أخيرة جدا ما هي مكة ستشتغل بدونها لكنها إضافة إذا تجيس الهوية والهوية إضافة إضافة تحسن الوضع لكن حل أولا المدن توصاب أي مدينة الحالة في الدنيا زي أرجع زي الجسم تصاب بالسراطانات تصاب بضعف القلب تصاب بك نفس أمراض الإنسان تقدر تحطها تشبهها في المدينة طولت أنا صح؟ بالعكس لا تقول كده متأكد متأكد ولا تقول طفشنا الشايف طيب بس اللي تقول كلام ممتاز بس في نفس الوقت إذا أخذنا مكة أنه على مئات السنين كيف كانت وهي كيف وضعها اليوم يختلف تماما اليوم وسائل المواصلات صارت أسهل كل العالم يقدر يجي مكة قدرة استيعاب مكة أصبحت بالملايين وفي السابق لا يمكن لأن الملايين يجتمعون في نفس الوقت فيجب أنها تكون برضو الفنادق والعماير والترتيبات تستقبل إلى هذا الخمس عشر مليون الثلاثين مليون إنسان في السنة تستقبل مكة في فرق بين تستقبل المنطقة المركزية وتستقبل مكة في فرق بين الكلمتين فرق بين الكلمتين أنت تستقبل مكة طبعاً لازم تستقبل مكة أنا عارف أنا حافظ مكة أنا ساكم مكة حافظها وأنا ولد صغير ناشيع فيها أعرفها لأنه لي أبحاث كثيرة فيها على المستوى النظري والتنظيري أعرفها لأني اشتغلت في المخططة العام حقها أنا كنت صاحب قرار في المخططة العام حقها فعارف على المستوى التفاصيل والديتاو هذه واشتغلت الحرم أنا عارف الحرم تفاصيله والمنطقة المركزية وأعرف إيش يحتاج وأعرف كل الكلام هذا معي وأعرف وأعتقد أني أحد أحد ما بقول للي الحالي يا نبو يعني إيش الولد اللي ما يشاهد لكني أعتقد أني إذا تحددت عن مكة أعتقد أني أتحددت بفهم وعندي الجرأة وعندي الجرأة أني أقول ما أعتقد أنه هو الصواب وأعتقد أني أقول الصواب حتى لو أجمعت الناس على خطأ عندي الجرأة أني أقول ولا أستحي فيها ولا أجامل في هذا لكني أعتقد أني أنا أنا عارف إيش تحتاج مكة وفي ناس غيري في ناس غيري إن شاء الله يكونوا نعارفين لكن أعرف شيء واحد أنه يجب التعمق في الفهم يجب التعمق في الفهم يجب التعمق في الفهم والإمتناء عن منهج التفكير المعتاد والابتعاد عن الحلول المقولبة الجاهزة ويجب الابتعاد عن التفكير أني سويت كذا في جدة إيجذا أتسوي في الرئاءة في جدة مكة كذا يجب عدم نقل التجارة مماشرة خاصة أرجع وأقول أنا دائما أقول لكل مدينة لكن مكة بشكل خاص يجب عدم الرهن يجب عدم الاستسلام يعني للحلول السهلة ويقول الله يصدع به كلامك هذا يقلب رأسي إذا تبغى تبغى تضبط مكة يجب التركيز ويجب الفهم العميق يفهم المشكلة في بعض الأحيان الإنسان يوهم بأنه فهم المشكلة بسمه فاهمها ما عندك صغانة وجنبك يقول درسك معه يا ابن درسك درسك ضرب ووسخونا لسبب أنه في مصيبة جوه في بطنك ما أنت أنا قلس ما فتعمك في التشخيص وأصرف معظم مجهودك وأنت في أي مؤسسة لفهم المشكلة واش كان دورك في حل المشاكل اللي كانت تعاني منها مكة في هذا المشروع بس لما أنت تقول تعمق المشكلة هو واحدة من الأشياء اللي لفتت انتباهي في حلقتك مع عبدالله مديفر كنت تقول كنت تقول أنه أنه من الاتصال اللي اللي بديته تشتغله على التفكير في مشروع التوسعة إلى اعتماد آخذ شهر لا الناس يفهمون المشكلة قلت شهر غير المتخصص غير المتخصص أبعد يفهم الكلمة وطبعا تعرف أنا عن ديفر كان الأوضاح ما تسمح أني أدخل بين تفاصيل معينة لأنه أول ما هو لأنه هو اللي قال أول وكنت أنا والموضوع تعرف حساس وفي أبعاد ثانية الواحد وعلى الهواء فأنا تعرف كنت والمدفر ما شاء الله تبارك الرحمن زيك مشترف فكنت خايف أنه يورطني في شيء ما وأنا فكنت يعني كنت شوية ما ودي أنا أنا مرتاح رجس أولف ولا عندي مشكلة معي فكانت فيه ظروف ما تخليني عشرح لكن إذا تبقى أنا أقول لك السالفة بتفاصيل عندك وقت طويلة السالفة طويلة أفت تأكد عندي وقت عندك وقت أنا عندي وقت أنا أنا فاضي خاصة أني أجاب الشاب هذا جابنا شيء بالبعبة أسمع أبقل لك الحاجة تبقى شاهز هذا خير شاهز أي حاجة بس أسمع أبقل لك السالفة ساعة التسعة التسعة ومس كم لعنا منه من سجيك حنا ساعتين ومس شوالك باللوم لا لازم لازم أخلص لا لا كده طالت عليك لا لا طويلة 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 لا 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 هي قصة طويلة القصة يعني في انت شرحتها في قصة كبيرة منها في المروح فيه لغط كثير وفيه ناس قلتلك أنا ترى في زي أولا ما أكلمك أقول فيه الرئي السواد الأعظم من الناس ترى طيبين وخيرين لكن لابد من تجد حاسد وحاكت وسافل انه يقلب الأشياء ويلغوص الأشياء وانا ما أبغى أستدرج لأنه حرم وشرف ومنحة من الله لي اني أدخلني في العمر معايا فما ودي ألغوص لكن للأسف في بعض الناس يعني ماذا منها مسجلة للتاريخ في بعض الناس استغلوا أوضاع وتلاعبوا بمعلومة في ظاهرها صح ولكن خلوا الناس تفهم شيء ولغوصة أخرى أنا أربع بنفسي أني أستدرج لهم لمستواهم لأنهم ما يستحون على وهذا خلّها ما يستحون على وجيهم أنهم أدخلوا مشروع راقي مهم للسمعة وللدولة وللدولة وللدين أنهم يدخلون في اللغوصة الإنسانية اللي ما تقدم ولا توخر في الشيء لكن الأمر هذا كل من يقول أن التصميم هذا سواه دخلون واحد دكتور كمال إسماعيل الله يرحمه واحد من مصري أصلا توفى قبل هذا هو من سوى التسعال الأولى لكنه من باب وفوتوسات ما لكفعت ما لكفعت من باب تشوي فأنا رديت عليهم بكل عقلانين في آخرين للأسف من جامعة سعودية أخرى حاولوا لغوصة الأمر وحاولوا ويعني حانا ترى لو أحد منهم ما أعرفهم شخصا شخصا لكني أنا أعتقد في نفسي أني أكبر زعلت بعض الأحيان بس بدون ما أسميهم زعلت لأنه أنا ما سألت أنا ما طلبت أنا ما طلبت أصلا ولا طلعت أني أبا أقول أنا المصمم أنا كل خط في التوسع هذه رسمت في اليداتي وفي كمبيوتري وأرسلها للمكتب الاستشاري آخر الليل الساعة أربعة في الليل أشتغل الأربعة في الليل وأرسل عشان أقوم الساعة 12 وأروح لهم وألقاهم مجهزين للأشياء كل خط صحيح ما دخلت في الزخرة لكن منطقة الزخرة محددة أنا الأقواس أنا محددة كل شيء أنا حددته كل شيء في توسعت توسعت الملك عبدالله والمطاف وتوسعت المدينة كل شيء مرسوم رسمه بيدي في كمبيوتري وأرسله لهم ولا يتخذ قرار إلا أنا حطه ولا يتخذ موقع عمود إلا أنا حطه حتى في الإنشائيات ما عارف كم يحطون السياق حديد والأخر صنات لكن موقع أنا حدده الميكانيك الإلكتروميكانيك كله أنا حددها استراتيجية الحل أنا حدده لكنهم هم جلسوا إلا هو سوء بدل ما استفادوا حاجة إنك يأخذون معلومة قديمة صحيحة أنا ما بقول إنه مكذبين وتوسيت تلفها كذا بحيث الناس تفهموا غلط معاي كلامي هذا في كل التوسعات أنا من سواه ومعاي كانوا فرق وكانوا في أفاضل رجال سعوديين بكاترة سعوديين لكني كنت أنا مسؤول عن التصميم معاي ومعاي ناس أفاضل في الفترة اللي يمتسأل عنها أشها كم هاي أفاضل معاي لكن كل شيء قراراتي معاي هذا دور لأي معمارة تعرفه أني حين تقول يقول لك مثلا نور مفصر أنت تتوقع أنه نور مفصر هو صمم كل حاجة هو الأبر الروحي لها لكن كل قراراته لتصميم حقته معاي وهذا لاي والفترة اللي كان موجودين هذول اللي يدعون ما هم من الفريق لولا لا 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 ناس تانين آخرين من جانعة ثانية معاي وما هم رئي يعني ما أقدر ما كواه لكن ما يستحنوا لو جيهم الحقيقة لأنهم أدخلوا أدخلوا ناس كثير من السعوديين في تشويه السمعة وما طلعوا بشي هم للأسف ما طلعوا بسوادة الوجه وش التشويه السمعة اللي يقولوا عليه إنه عبدالله بن جريدة مون مصمم طلعوا بكلام هذا طلعوا وإنه هم مدريش بعدين يوم ورطوا أنا كنت ممتنع في الحقيقة أنا كنت ممتنع في الأول وما تكلمت خلينا قفل الجوال هذا بعدين يوم ورطوا وحطيت الإثبات أنا ما حطيتها لهم ترى حطيتها حماية للمسجد الحرام وجهود الدولة إنها تدخل في الكلام الفاضي هذا فحطيت صور وحطيت هذا من باب إثبات جم تورطوا قاموا لفو قالوا حنا مدريش حنا حطينا الفكرة هو بس كمل بصرف النظر بصرف النظر حنا اشتغلنا الشهر هذا لتكديم الفكرة الرئيسية للملك عبد الله الله يرحمه وبعدين كمنا ثمانية أشهر مع الفريق اللي من وزارة التعليم العائلة في التطوير كل الفترة هذه لا تشكل لخمسة في المئة من تصميم المشروب بعدين انتهى الفريق ورجعنا كلنا لجامعاتنا واستلمت الشركة المنفذة تطوير المشروع تطوير التصميم مع الاستشارة الهندسة بعد شهرين اتصلت عليه الشركة قالوا نبغاك تيجي عندنا شركة باللادن قالوا تعال كمل شغلك والملف كله ملزم فأنا بعد الخمسة في المئة اللي أنا أساسا حطها لكن معاي مشاركين معاي بعدها الخمسة والتسعين الباقية أنا المسؤول هنا كما خدت في عشر السنوات طبعا في التصميم في العشر السنوات أنا مشيت من الشركة وما زالت التصميم منتهت منتهت لأنه النموذج هذا يفهمه أهل التخصص النموذج حق التصميم هو يعني إنك تصمم جزئية تنفذ وأنت منتشاف الباقية مع موضوع معقد جدا كيف تدير الحمل هذا فالتصميم دائرة وفيه أشياء تروح للموقع للتنفيذ وتستكمل الأشياء يعني حنا بدأنا نصب وحنا عارفين مواقع العمدة لكن ما نعرف الشكل النهائي معاي عندنا فكرة عامة كيف تكون الأشياء لكنك تستمر تحط طبقة وراء طبقة وراء طبقة وترسل معاي وهذه أخذ فترة طويلة والحسابات بالكوست بلس الكوست زائد التكلفة هذا نظام تتبعه الدولة في المشاريع المهمة والمستعجلة معاي ما في طريقة ثانية إنك تضمن الجودة وتضمن كل شيء إلا الطريقة هذا الستب هذا اللي تضع وزارتها المالية وناجح وناجح وولاً يحافظ على الجودة يحافظ على السرعة ويحافظ على يحافظ على الأموال للناس يتوقع يقول له ترى عملية مؤقدة لأن هذه فواتير حق الدول هذه فيها قوس بلس معناته لكل شيء تجيب ثلاثة مناقصات وفي ناس يفتحون المناقص شفت حتى الأخرى حق الباب حق الباب بارتها تنسوا المناقصات وفي شركات ما هي تابعة للمنفذ ولا هذي جايبتها وزارة المالية هذه الجهة المقتصة في الدولة تجيبهم عشان يراجعون على الأشياء ويراجعون على العطاءات الحملية محقدة هذا كلنا قدرناها هذا في موضوع الحرم وموضوع المشاريع وفي مشاريع ذلك سويتها بالنسبة للحرم وليش اخترتوا الجهة الشمالية أنت توسعتكم فيه في اعتقادة طبعا ما كنت جزء من القرار هذا قرار سيادي ما هو قرار مصممين ولا لا لا هذا قرار اتخذ فوق في وزارة المالية موضوع سياسي كبير جدا ما هو ما هو على قدر مهندسين مؤكد أنه سارت لهم دراسات من جهة متأكد من وزارة المالية من يعني الجنوب كله مكتب معايا بمبارئ جديدة ما هو منطقي تروح جهة الجنوب معايا كانوا أنه prendre حد الدنيا دي كله البورج وجاب العمر ما هي ما هو فالجنوب أصلا لا يسمح في اعتقادي إنه الشامية كانت بعد ما حللوا المواكب مؤكد أنا متأكد وأنا معايا ما شارك متأكد بعد ما حطوا عوامل كثيرة للتحليل وجدوا أنه الجهة الشامية هي الأفضل لناحية التنمية والتطوير والعمق اللي يبغونه عتقيت لكني لم أكن جزءا ولا عتقيت أحدا من المهندسين والناس الصغار كان جزء من القرار والتحديد أنا أعتقد مرتبط فوق جدا بوزارة المالية مهندسين يعني ما عارب مئن لكن أنا متأكد أنه كان أمامهم هو أفضل موقع ضمن الدائرة اللي حول إحانهم ولكنه موقع موفق جدا وسهل التعامل معه أسهل من المواقع الثانية طيب ليقولك أنه مثلا الآن عندنا الحرم هو أهم مبنى موجود في مدينة مكة إذا ما هو أهم مبنى في منطقة حجاز كلها صح؟ الحرم؟ فالكرة الأرضية هذه كلها إذا أخذنا أنه في هذه المنطقة ليش ما أخذ طابع في التصميم الطابع الحجازي ليش كان بعيد عن الهوية لتتبع للمنطقة لا 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 أشخص عليك لا لا أشخص عليك في مخطط ويمكن لو توقعت أنه تسأل هذا كان جبتا لك المخططات المخططات اللي هي السكتشيات الرئيسية لكل جزئية في موضوع الهوية في سكتش عاطة ومرسوم ومحطوط الدائرة الأولى والدائرة الثانية والدائرة الثالثة في كذا دائرة وكيفية تعاطي الهوية معها ويمكن أنني بدأت أن شرقتها أتوقع لحد الجاية أجل ذكروني أرسل لكم يمكن إذا بدأت دخلون صور يمكن أرسل لك حقه الدياغرام الرئيسي لموضوع الهوية والتعاطي مع الهوية في المنطقة المركزية أولا مبنى في فرق الهوية المكية لا تسمح لا تسمح معالجاتها لأنها هي نتاج انتبه هذا الهوية المكية نتاج للمباني السكنية وليس نتاج للمباني الرسمية يعني ما عندنا مثلا مسجد كرطبة في مكة عشان ينتج لك لغة رسمية معايا ولا عندنا أي مفردات في مدينة مكة تستطيع من خلالها استجلاب لغة معمارية رسمية بينما تستطيع أنك تستجلب منها لغة معمارية تناسب بناء أقل رسمية من الحرب خلاص فموضوع الهوية المكية والرواشين والكاسكيدنغ هذا لمبنى الحرم لازم تستبعده خلاص هذا أول قرار لأنه ما في عندي لغة رسمية عندي إرث لمباني الحرم في لغة قيدة أسست قديمة جدا من أيام توسعت الملك عبد العزيز وتوسعت الملك سعود وتوسعت حتى الملك خادت توسعت وتوسعت الملك فهد في تأسس للغة أنت ما تقدر تيجي ما تقدر تيجي وتقول والله هنا اللغة التي تأسست في ذاكرة الناس إنها هي الحرم المكي خلني ألغيها وأبدأ من الصفر وأسوي أجيب لغة التفكيكية ولا أجيب لغة أقول زوحة دي أبشر زوحة دي ما سوت مكترح المكة لو ركي يا أبو يمكن أن تنفجح منهجية الحل واستراتيجيات الحل نعم لكن من استراتيجيات الحل المعماري عندي إنه لكل مقام مقال أما إنه لغتي وخطوطي الخارجية هي لغة هي مسجد هي نفس اللي مسويها كافي شاب هي اللي نفس اللي مسويها مطار هي لا أنا 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 تختلف تشوف مبنى مكتبة الملك فهد حقتنا اللي في مكة اللي اللهنية 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 اللي في جدة لغتها مختلفة مع أنه المبنى كان التكاليف بسيطة جدا وحاولنا على حجمه الكبير إنها بثلاثين مليون إنها إيش نخلصه فلذلك يعني ما نقدر نحط مواد فاخرة فيها لكن لغته مختلفة نهائيا عن لغة الحرب مختلفة عن بعض الكليات اللي شويتها مختلفة ليست متطابقة مع بعض معمارة اللي حين أخلصها معايا مع أن واحد جاء دخل فيها قال هذه حرام لأن المواد فيها كرارة وهذه لكن فالحرم كنا مربوطين بالهوية السابقة بالهوية السابقة ولكن لسنا ملزمين بإنه كتن بيس يعني الشفء أن نقل قصه قصه لا ماهب زين أولا ماهب زينه هنا كمهنيين وماهب زينه هذه لك ولاهب زينه للحرم وتطوير الحرم أنه مبنى جديد كأنه نسخة من القليل معايا بس أنه أنت كنت أتحافظ أنه ما يطلع نشاز عن لا يطلع نشاز ولا يطلع عن متطابق معايا ولازم يكون رسمي مخزون الرسمية عندنا لازم نبحث حوالينا في العالم الإسلامي عن اللغة المناسبة لنا من المباني الرسمية لأنه كل مباني الرسمية في العالم العربي أو الإسلامي مستقصد الرسمية فورمال يعني فورمال يعني رسمية ترجمة رسمية يعني مبنى مبنى ما هو مبنى رسمي له خصوصية الرسمية معايا زين الحرم لأن هذا خلد تحس فيه المهابة والرسمية والفورماليتي فكان الأفضل أنه هي اللغة المؤسسة في السابق هي اللغة من العمارة المملوكية معايا فاللغة العمارة المملوكية متطورة وأخذت لأنه السابقين اللي اشتغلوا في الحرم في التوسع الأولى والثانية ومعظم هم هندسين مصريين فأخذوا اللغة لكنهم أخذوها مع تصرف كثير أفقدها نقاوتها نعاية يعني التوسع الثانية يعني معماريا يعني ما أتأخذ كلامي أنا أخذ كلام المعماريين كلهم لا ترتقي أنها تكون من العمارة اللي أسميها نبيلة عمارة جميلة لكن ليست فاخرة وليست نقية فيها تشوهات وفيها اجتهادات شخصية أفقدتها نقاوتها فما كنا نبغى نسقط في معمعات الأخطاء السابقة فنقينا اللغة القديمة وقدلنا في نسبها وطلعنا بلغة أنا أقدر استطيع أقول أنها لغة خاصة بالحرام لأنه استحيل تلقى أحد يقدر ينفذ اللغة هذه بطريقة فهي مؤسسة ولغة رسمية من عمارة العمارة المملكية في أساسها منع شلنا التشوهات عنها وحسنا نسبها وطريقة تنفيذها هل سبب أن ترحى الحرام؟ فاخر فاخر يعني قارن أنت يعني هذا مهم للطلاب العمارة أو للناس العاديين الحقيقة إذا بتقارن الإنجازات في مشروع التوسعة ومشروع المطاب الإنجاز فين؟ الإنجاز في النقاوة في الدهشة شوف العمارة طبعا سويت محاضرة قبل مدة في المدينة وأقول لهم الوظيفة الرئيسية للعمارة هي صناعة الدهشة يجيك واحد يقول لك لا العمارة هي الوظيفة وظيفة يعني كل واحد تطالب يقول إن العمارة ستطالب الوظيفة والشكل كلامي يعني هذا يعني ما خلص أنا تجاوز أني أتكلم الكلام هذا معاه لكنت يعني بتقولي أنا أصوي مبنى وما يحقق الوظيفة يعني أنا فاقد عقلي أنا ماني فاقد عقلي معاه لكن الكلام المفيد إنك تعطي أبعاد أخرى مستجدة تفهم بها الناس فأنا أقول العمارة صناعة الدهشة العمارة لا تصيبك بالدهشة ليست عمارة يجيك واحد يقول لك طيب أسوي لك المبنى على شكل ما أدريش شكل شكل اسكريب قل لك ما سابتنا على الدهشة صبتني بالاستفراغ أنت معاه ولا واحد واحد يقول لك ما أبنى شكل سفينة فاكرت سفينة لقدو سفينة إيش الفكرة قل الله هذه ما تحقيق لك الدهشة لا تحقيق للإستغباء إنك تسوي أبنى تشبه بصنعة ثانية هذا غباء لكن الدهشة مصدرها إنك تدخل في الفراغ المقاس حقه المواد المستخدمة رونكها وهدوءها أقدر أفهمه وأقدر إيش أستمتع وأسرح معه الصراحان هذا هو الدهشة الدهشة مو واحدة تصفق وكف ينفجع لا الدهشة مصدرة إنك تسرح فيها معاه وكذلك الشكل معاه الحرم تخش أنا ما أدري وين رحت بس أنا لفلفت معاه فلاكس بجو ألا ما أدري أنا في الطريق ولا ضيعت لكن الحرم التوسعة الثالثة توسعة الثالثة وتوسعة المطاف وتوسعة المدينة إن شاء الله إذا اكتبنا ثلاثة فيها فيها أسباب متوقفة وما هذه المدينة هذه الفراغ حقها المصلة الواحد كل مصلة 24 متر في 24 متر في 24 متر وحدة كاملة أصلا الحال وفي كل شي فيه معاه وهو ذروة الدهش سبحان الله نشتغل في المدينة إذا جينا نشتغل في مكة إذا جينا في المدينة تتحسن الفكرة فالفكرة اللي في المدينة إن شاء الله إذا استكمل تحقق نفس أفكار مكة ولكن على دهشة عظمى معاه فاللي أوصل فيه أقول لك بس عشان تفهمون ما حقك من إنجاز في مكة في توسعة الثالثة لمكة والتوسعة المطاف عليك بالمقارنة الإنسان العادي عليه بالمقارنة إذا قارن يعرف عندك توسعة المسعى وعندك توسعة الملك فهد هذه ما لعلاقة فيها ما لعلاقة فيها لكن قارن المسعى مع أنه خط واحد بسيط فيصيبك بتاهشة ولا يصيبك ولا بعاجة ولا يحقق ولا شيء يعني مبنى نوعا من أنا ما قدر أقول يشرف المكان لكن ليس من العمارة نهائيا ما هي من العمارة نهائيا ما يصنف علميا هو مبنى يكون كويس وضيفيا وكل حاجة لكن لن تستطيع أن تجده في كتاب معماري ما يعني توسعة الملك فهد مع أنها جيدة في زمانه هذه لكن تشوها اللغة المعمارية فيها والاجتهادات اجتهادات اللي ما كانت معماريا دي حين أخبرنا أحد يجيوا يربطني التوسعة التوسعة مهمة خدمة المسلمين لكن كلغة معمارية لم تحقق شيئا كثير نحو هوية نحو نحو دهشة تمر فيها ما تدري عنها أصلا لكن التوسعة الثالثة كل فراغ فيها يصيبك بالدهشة والدورة للأرض يصيبك بالدهشة والدورة للفوق يصيبك بالدهشة لازم تمر فيها كلها كل السبق وتنطلق وتنطلق من المبنى المساطب لين توصل الكعب وأنت في دهشة متكررة معا مبنى المطاب في دهشة متكررة ربطنا لنحنا الهدف ايه ما يغيب عننا الهدف إننا نبغى نجذب الناس للمبنى عشان يطوفوا يفقونا من الصحن عشان ما يتزع بالتكتيكات شوفوا الأرشات الكبار المضخمة اللي بعض الناس يقول لك كبيرة وميحلوة ومحطوط فيها زي الباركينج طبعا حنا شاهد ما أنا ما راح أيدخل في التفاصيل هذه لكن حقيقة إن النتيجة إنك وأنت تسعى فسط المبنى أنت في الصحن أصبح المبنى جزء من الصحن هذا السبب إنه فتحنا الواجهة ضخم جنة هذا الفهم لما يقول لك عمق الفهم للمشكلة مشكلتنا إننا بنبني بابنا ينافس الصحن قدر ما نقدر نتخليه ينافس الصحن كل ما حلنا مشكلتنا الرئيسية لأن الصحن هو صحن ما حقدر أزيد لك كثابة له حيز معين لكن أزيد لك وأخدم الناس بالمبنى ويجب أنه المبنى منافس للصحن يجب وأنا أو أنا ألف الصحن في المبنى وأنا مع الكعبة والصحن ولذلك أي أهم شغلة معالجة واجهة الصحن أي تعامل غير عميق مع الواجهة هذه وفهم المشكلة أدن حرط الفكرة والمليارات اللي صبت معاي ممكن كنا نخطي ونجي ونسوي أي حركات عباتية في الواجهة النتيجة إننا قفلنا قفلت الواجهة لو قفلت الواجهة وجاء الناس ويطفون لأنهم والله ما هم جزء ما يشعرون أنهم جزء من الصحن كل واحد يقول لك مع السلام أنا واني طعبين أبروا أزاحم أزاحم خلق الله أسفل هناك لكن الحل والجماليات والذكاء فيها إنه وسعنا الصحن ترى الصحن وسعناه وسعنا المبنى وربطنا وجعلنا المبنى وأدواره ليست إلا جزء لا يتجزى من الصحن لذلك حتى جمالياته مصدرها مصدرها الوظيفة نفسة وتحقيق الوظيفة هذه في الدائرة الأولى اللغة الرسمية شتفاكرا أولا دونك دائجرام عبارة عن دوائر الدائرة الثانية الدائرة الثالثة أو الثانية ما أدري أنا عندي عشان أتذكر التفاصيل لكن لما جيت الهوية المكية في الدائرة الثالثة دائرة كاملة أعتقد أنها بين بين ثلاثمائة يعني مركز الكعبة بين ثلاثمائة متر وأعتقد إلى ثلاثمائة إلى ستمية هذه الدائرة هذه الهوية المكية إعادة صياغة الهوية المكية لكن الصياغتها بطريقة عقلانية ما هو بطريقة عبثية صياغتها كالآتي حيننا نبغى حدد ضخم جداً من الحمامات والمواغي خلاص عشرين ألف ميضة 12 ألف حمام شيء مخيف أشياء أرقام مخيفة لما أقولها كده سهلة لكن عشان تطبقها وتحطها شغله مخيف وتديرها يعني لو فتيجي تقول لولد ما أقدر أنا والله أسوي الطلب اللي لازم ينفذ إنه عشرين ألف و و 12 مبنية على استندرات معينة فيجيك الطلب لتحقيقها كده عنده خيار تحطها كده ويقول لك إيش هاد المنطقة الضغمة حوال خمسمائة ألف متر مربع مباني تقول له الله هذي أكبر حمامات على وجه الكورة الأرضية يعني كارثة تصنع كارثة معايه كورة بالمنطقة المركزية أنت حطيت أكبر حمامات كارثة ما حاجة الإنسان الحاكل ما يتعامل معها كده فقلنا طيب أوكي حنا التحقيق الرقم لازم ضرورة لأنه حق يقوضيفه ويخدم المسلمين هذه ما نقدرنا لحق في الأرقاب السؤال كيفية التوظيف ماذا يصيرتها؟ التوظيف لازم نخلي المبنى هذا يذب لازم نخليه متعه لازم نخليه ما هو حمامات الحمامات تصير ثانوية في الهرية فقلنا الباكيجينج الباكيجينج اللي كيف نغلف العملية دي كلها حنا عندنا أكثر إذا ما خانتني الذاكرة عشان نحقق الأرقام هذه حوالي خمسة كيلو متر طولي من 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 الاسياب عشان نخدم عشان نوصل الناس من حرم لها طيب أنا نخليها اسياب زي كذا ميتة وبعدين تتورطون رجال الآمن في إدارتها وتوفير الأمن لها ولا أحييها لا قلنا نحييها ونخلي حركة الناس هي مصدر الأمن للمكان وقمنا قلنا لا نسوي اختراق نقلب اللعبة خلا نقلب اللعبة نوفر الحمامات لكن الحمامات عشان تصلها نجزئها يصير بدل ما عندك تروح 20 ألف حمام ودنيا لا نسويهم مجموعات ما عارف الرقم أبو 30 حمام ما عارف الرقم حسنا وحدات وكل وحدة مستقلة بذاته عشان تشغيله وصياناته ولغوصاته عشان هذي من ناحية إدارة وتشغيله الوحدة لكن عشان تصلها ما بين الحرم نحن طالع من الحرم مشيت في الجسور وجيت المنطقة هذي ومشيت في الشوارع نحول إلى شوارع تيارية نغير المعالم يصير غدامنا ايش واحد يبغى يأكل يطلع يلقى لاكل واحد يبغى ما ادري عارف اللي يستني مسابح العالم قمنا طورنا الهرجة كنا حن بنحط دكاكين الدقان هذا ما أبغى أسوي دقان عمير قبير عشان ما يجيني مين عشان ما يجيني صاحب شركات جالس لي في سويسرا ولا جالس لي مدري فين عشان يجي لا نبغى نسويها دكاكين صغيرة جدا زي حقة أهل مكة القديمة أو اللي موجودة في مكة عشان تستفيد من توظيف أهل مكة فيها شباب مكة بنات مكة لأنه يسمونه كوشكات مو كوشكات صار الدكان الواحد يجي لحين هذا الوحدة الحقة الحمامات وهذا الشارع فييجي في هذه المنطقة نسويها المحلات وفي الجهة الثانية معي فأنت ما يشي معايش ونبغاك ما تقدر تدخل المحل ليش ليش ما تدخل المحل أبغاك من بره وأنت واقف معايا علشان أعيد لك الصورة الذهنية للشوارع التجارية حقة مكة يوم الواحد فاكر زمان نوقف ويعطيه كنت واقف فيسير أنت خلقت لك خمسة كيلو متر من الدكاكين اللي أحيينا به وخدمنا الناس وخدمنا الحرم وأعدنا الصورة الذهنية لمكة وافتكينا من شر أنه منطقة تصير غير آمنة إذا ما فيه أحد فصار الناس وحركتهم متجة وبعدين تدخل فيه كيف تخدمها وكيف توصلهم الخدمات يعني خلقنا خمسة كيلو متر من الشوارع التجارية اللي تعيد هوية مكة وجينا في الواجهات حقة هذه وحطينا مشربيات وجينا أحد خصائص العمار العمارة المكية النصة توقع لأنها بس هي المعشربيات لا مكة مبانيها بمعنى الخوارج اللي فيها فكل المباني اللي أجي تناك تشوفه زي الخوارج تشوفه من بعيدها يجي واحد يقول لك أنا أكسر لي فيه لا أقول له لا الآن انتبه أنا ماقدر أكسر لأنه في حركة مشاه وفي خطورة على المشاه معاي ناس مزدحمة الزمان في مكة يم تتكسر شوية رحهم هم عشرة مفارج تحركوه معاي الآن تكلم عن مئات الألوغ ما قعد أكسر له ما أبغاها النظرة وواسعة لكن بدل ما تتفرج في وانت واقف تشوف لك كيلو لا أسويه لك زي المنحنة وكسره فما تشوفه كله دائما يتفتح بحقنا لكن أمور السلامة والحشود هذه برضه في الجزئية وما من المصاطب هذا أكثر اللي ما حد طالع فيه ولا أحد ينتبه له أكثر تعقيدا وأكبر عمقا من التوسع نفسها والدروس المعمارية فيه والدروس المعمارية والعمرانية قاسر والعمرانية فيه من الدروس الشيء الكثير والناس ميدارية عنها أصلا يمكن عشان سبب أنه منتهى ويستخدم شكل كامل لكن فيه من الدروس العمرانية المعمارية والعمرانية الكثير وهذا يجيب لك أنه لغة إسلامية فورمل للمبنى الرسمي معاي ولغة العمارة المكية عندما جاءت الفرصة لتوظيفها لكن ما نوظفها عميانيا معاي وهذا الفرق بين أن الواحد يما أقول لك واحدة الاستراتيجيات أنه لكل مقام مقال نحن ما يجيني أقول لك والله أنا حق عشق العمارة المكية القديمة وكي عشقها بس تعال وظفها في الحرم لا لأني مني مظفها لأني مني كاسر رسمية الحرم يجي واحد يقول لك لا الحرم والمساجد لازم تكون حبية والمبنى المسجد تخش وانت من تداري لازق يعني وكي أنا أفهمك تقول لي على مسجد في الحار على حاجة لكن مسجد حرم قبلة المسلمين يجب أنه يكون فيه درجة من الرسمية أي عبثية في التنظير في موضوع أنه والله المباني القديمة وشوف المسجد القديمة الفلان اللي خرستان ولا مدري فيش سمع المناطق دي ولا في المغرب ويجيب لك أمثلة إنه جاب لي مسجد مثل لي مسجد مع حرم تقول لك الحرم قديمة يا أخي الحرم قديمة أنا أصلا المفهوم غير معايا والحرم ما كان فيه موجود حرم كان فيه رواق وكعبة وصحة مفتوح بس فلا تشبه الأشياء يقول لك المباني في مكة كانت جاية لنا طيب هذا موضوع مختلف فالآن النظرة مختلفة الحرم توسع الثالثة هذا المختصر والمطاف والمصاطب والساحات تمثل ذروة العمارة في أي في أي أقطار الدنيا كلها الأربع مباني هذه المطاف التوسع الثالثة منظومة الساحات ومبنى المصاطب وطبعا حق المدينة حق المدينة هذا فاخر جدا يعني مختلف نهائيا وإن شاء الله بربك إن شاء الله يكمل حتى لو الجزء محيّن بحيث تشوف الشيء أن الصالة الرئيسية في حوالي 75 متر في 75 متر في ارتفاع 36 متر فاخو بس أنه مختلفة المدينة عن هذه مكة لكن في دروس كثيرة في مكة عن الهوية حتى الهوية موضوع الهمية طيب وديسة ليش غاب التشجير مثلا عن في 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 لا 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 بس الحرم لا 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 هو ما تنفذ لا أحد ينفذون واحد ينفذ هذا ما بس التشجير ما أخوذ بالالحسواة ما أخوذ بطريقة حقلانية في خطوط معيرة في مبنى المساطف في النخل ويحدد لك السكاي خط الأفق للحرام وفي مناطق مشجرة وفي طورنا يمكن ضمن عملنا الساحات ومساء طورنا المعابر هذه اللي أول أتكلم لك الشرعيين طريقة إبراهيم الخليل وطريقة مدرئي في منظومة جسور ومنظومة وتشتير وما تشتير كامل عندي موجودة الخرائط حلالي الآن موجودين وارسلتها الحقيقة أرسلت أنا من باب الأمانة لأنها أفكار عامة أرسلتها لكل المهتمين عادي أخذوبه ما يخذوبه هذا الموضوع الثاني لكن لا لا موجود في تفكيرنا من الأساس أنه في منظومة تشتير لا لا أبدا أبدا كانت موجودة طيب فيه واحدة من الأشياء التي تكلمت برضو عنها في لقائك كان اللي هو البوابة الضخمة ووقتها يوم كنت تتكلم لسه ما بنيت واليوم موجودة لكن واحدة من الأشياء التي تتقولها برضو أن الباب رغم ضخامتها طيب أنه أضخم باب يعني في العالم لأنه يدف بيد واحدة شرنا المقطع أنه يمكن 20 واحد كان يدف يعني وفي ناس زعلوا عليها يقول لك طعم علي فيهم أنا 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 قد استقاعدت من الشركة فأنا مواطن الآن والمواطن أنا زي زي أي مواطن ثاني يعلق 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 زي كنت أنت مو كنت تعلق على أي شي فلكن شفت الباب والباب هذا آلة معقدة الناس يتوقع إنه بابه بابه هو بابه كلمة باب عيب عليه ما حد يسميه بابه هذه آلة مطورة جدة معايا وأنا دائما نسميه البوابة عشان بس أرفع له قيمة شوية عن كلمة باب لا نمو عليك لأنهم دائما يسمونه باب هم هو باب بوابة ولكنه أكثر من بوابة أصلا فيه كمية هو بوابة واحدة ولا فيه أكثر من بوابة بنفس التقنية الآن أجيك في التفصيل توسعة الملك عبد الله في البوابة الرئيسية هذه وفيه بوابات كثيرة جدا معايا لكن المهم في البوابة الرئيسية معايا والبوابة هذه ضخامة وكلها حديد مصبوب ومغلف بالبرونس المصبوب معايا تتكلم عن حاجة فخمة جدا وفيها نواحي أمنية كثيرة وفيه نواحي تشغيلية وفيه نواحي أصلا اللي حضبط الحشود تحسب الناس اللي داخلين وخارجين هذا الكلام من عشر السنين مسوينه معايا موضوع دي حين فيه ناس يقول لك والله حين أقدر أحط لك جهاز يحسب الحشود هنم ركبينها من زمان الدنيا هذي حساس ويشتغل أهليا كل شي يشتغل أهليا بيكنترول أهلي لكن أنت تفترض دائما في سيناريو A و B و C ما ما اشتغلت الأهلات ولا ما اشتغلت هذه فأنت تفتح بيدك تسقه بيدك نحن فكانت من الإشتراطات أنه يفتح باليد نحن يواحد شخص يدفه ولما صنع النموذج موجود الحقيقة أنه يشتغل بالطريقة كنا صنعنا في دولة خارجية في ألمانيا فأنا استغربت جدا الفيديو ذا اللي منتشر والناس جالسة تنشره تشر في كل محل يمكن في الكرة عرضية كلها وفي عشرين رجال ما يدري عشر رجال جالسين يدفتفونه أنا زعلت الحقيقة لأن الناس جالسة تنشر شيء أولا مهم أنه ما تعكس الصورة هذه أنه في عمل أن الناس متصورة متصورة أنهما البعض عن جهل فرحان أنه الباب من ثقله يفتحوا عشر أنفار هو فرحان يعني كيف أرد على واحد فرحان على خطأ هو متصور أنه من ضخامة عشر أنفار وما أدريه بأنه هذا لا يا أخي هذا خطأ معايا وما هو مشكلة فأنا قلت هو الاحتمال عيشة الاحتمالات الثلاثة أنه باب فيه وضع كده لأنه عارفه ما في احتمال الرابع هو يا أنه التصنيع صار فيه مشكلة يا أنه التركيب لأنه لازم يوزن بالضبط شفت لو ملي واحد انثنى كتلة ضخمة هتعيقوا معايا يأمنه التركيب يأمنه في الصيانة فيه شغلة مشكلة في الصيانة ما صانوا فقلت يا أخوان ترى الموضوع مو كده يعني لأنه إحراج إحراج لنا كلنا إنه صوينا أنه باب ما يشتغل معي محرج ومحرج لكله محرج حتى للرئاس أولادي فأنا قلت أتلحق الأمر على الأقل أقول للناس ترى هذا الموضوع مو كده وهذا خلل بسيط يتصلح وكل الآلات الطائرات تصير فيها خلل وتتصلح قضية مي قضية وأنا رديت على مستوى أنه يا جماعة يهدو ترى الموضوع موضوع أنه فيه خلل يا كده يا كده وإن شاء الله إن شاء الله يتعدد أنا بس سويته من ناحية هذه من ناحية وهذا بعد أحيان تقول لك لما أقول لها أنا بعد أحيان يتبسط في الأمور تقول للموضوع كده في ناحية شو هي عندهم حساسية يعني زايدة مفرطة يعني أكثر من اللازم حساسيته مع أن الموضوع ما في شي باب ما هم مضبوطة الآن يتعدد وفعلا يعني يعدلون وأعتقد أن يعدلون بعض الأخوان يمكن عندهم حساسية شوية لأنك رزع عنا سعلك ليش أجل أجل تبقى الناس يقولون أن العمل اللي سأنا في دور الرئيين مو صح يعني كويس إنما الناس يقولوا إحنا ما سوين إيش صح ومو كويس إنك نقول لك رح أصينا العملية الموضوع العادي اللي يزعل بسلامتي ده ما أخطأت على الناس أنا ولا تجاوزت تعارف قواعدي في التغريد وفي الحكي وهذا تعارف قواعدي ولا ما قريتها قريت قواعدك في التبليك لا التبليك التبليك استمتع فيهم أنا لا أنا عندي كواعد وهذه مهمة الحقيقة يعني سمو ولي العهد ومشو سمو ولي العهد في مقابلة مع بي بي سي ما هو البي بي سي الان بي سي أو حاجة نسيت لقاء سيكسي منت لا ما هو سيكسي منت لقاء ثاني ما الله ما ادري من يم حطة القواعد الرئيسية للناس وحرية الناس في النقاش وهذه حطة واضحة وأنا وأنا عندي قواعد كمان أكثر تحقيدا يا بدوني هم تكلم أنه الدين ما حدي كربا الدين وانما تشيحون عشان بس ما أغلط وأقول كلام ما قال ولي العهد فتشوفه لكن أنا عندي خمسة قواعد من قدي ودائما أكررها وما أتجاوزها حاول قدر الإمكان إن شاء الله ما أعتقد أني تياوز أولا أنا لا أمس ولا أسمح بالنقاش معاي شيء يمس قدسية الدين لكن وجهة نظر سلامتك رح سوي وجهة نظرك محلك معاي لكن الدين وقدسيته لا أناقشه لأن أصلا لأني مختص ولا أسمح بالنقاش لو أني مختص في الأماكن العامة انتبع تناقش رح تناقش مع كبار العلمات تناقش لك محلك لأن كل مقام ما قاد أنا في محل العام ما ناقشنا أمور الدين أصلا لما كان خاص لأن أصلا أنا مثلا ما عندي الثقافة الدينية التي تسمح لي بالنقاش الدين فقدسية الدين هذه ما أسمح بها هيبة الحكم ما أسمح أحد يتكلم فيه ليه لأنه هو الضامن الوحيد لنا شوف العالم حوالينا كيف الناس تذبح بعضها فهيبة الحكم موضوع خوف ومخوف ومخوف ضرورة لي ولي أبنائي ولنا كلنا كمجتمع أنه هيبة الحكم ما أحد يقرب منها ولا غير مسموح تتكلم على هيبة الحكم ومرتكزاته ما تسمح بها فأنا من نفسي القاعدة الثالثة هنتذكر أنا شعر أني أضيع أنا مشكلة أني أخاف لأخبط القواعد لكنها موجودة قريبا حتى ما أسمح ولا أسمح لنفسي بالنقاش في أمور أمنية وأمور عسكرية أي شيء يمس أمني وأمن عيالي وأمننا كلنا وحماية البلد ماقربة هل قلت له وجدك وجدتنا ظلولة عندي فلسفة في ليلة جدني ما تناقش في المحلات العامة ولا معنات القاصة أصلاً لأني عسكري لا أفهم في الأمن ولا أفهم في هذه فأي شيء ما أعرفه ما أناقش فيه ولا أسمح به وأبدك على طول معي وما أعتقد أني تجاوز والثالثة ما أسمح أي شيء يجيني واحد يتناقش فيها أي أي نوع من العنصرية أي شيء يمس وحدة البلد أي شيء فيه مساس على مستوى عنصري مذهبي مناطقي قبلي ما أسمح ما أسمح أبلغ لا أول ما هو قبل ما أبلغ اللي يجي المناطق هذه أول ما هو أنا عندي الجرة اللي يغلط الألطات هذا أني أشتم ما عندي مشكلة معي أول ما أعطيه على وجه بعد أنا أبرلك معي لأني ما أسمح فيها حقيقة ما أسمح النقطة الثالثة أنا أنتقد كل شيء أنتقده إلا أني أنتقدك بإسمك إسم الناس أسماء الناس وعراضها ما أتعرضها ولا أسمح بالتعرض لها فلذلك لما حين أكثر واحد ينتقد أمانة جدا أنا أنا أنتقد أمانة جدا ليستحيل وحتى لو في شيء أصدره الأمين أنت تقدوه كأمين أنه أصدر قرار كأمين لكن هو شخص محترم عندي ولا يمكن أتعرضه بإسمه الشخصي حتى لوزراء لما ما شغله بوزارة الإسكان ولا وزارة ما أعرف بلديا أنا أنت أقول وجهة نظري في القرار ولا في شيء أو في ماذا يفترض لكن ما أتعرض ما أتعرض شخص بإسمه هذا القواعد الخمسة اللي عندي وهي ما أعتقد إلى حد دين كبير وتراني أكاد أجزم أني ملتزم بها يمكن بعض الأحيان في الأحد الرغة الرغلي على واحد بإسمه ما أعتقد أني تجاوز على أحد بإسمه لكن ممكن تصير كده لكن هذه قواعد الحقيقة وأنا أعتقد أنها مهمة للناس كلهم وترى إذا التزمنا بها كلنا ترى سقف الحرية واسع جدا في البلد واللي يجيك يقول لك سقف الحرية في السعودية ما هو غاسع ترى خضب يعني أنا أكتب تغريدات بعضهم واحد في البلدية يقولوا ما أعتقد من ناحية حباثية أنتقد ما أعتقد أنه صح لمصلحاتنا في نهاية المطا يمكن رأيي غلط يمكن لكن في ذيكاللحظة أنا أعتقد أني صح ما أعتقد أنا صح ولا لا ولا أني كبير تفسد واحد يقول أنت متقاعد وراعي جيس تلفلف وهذه من التقاعد ولا يمكن يمكن التقاعد نخليه نامتح 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 يمكن يمكن يشوفون لكم مش روح يشورونك فيه والله ما يلي أنا ودي أسألك ورضا على الشيف الحرم ليش ما يعني مثلا في التوسعة كان فيه مثلا أو يمكن فيه اللي هي من الأنظمة لتسيير الحشود دالما يكون فيه العسكر يتوزعون فيه ايه طبعا يعني مثلا أجهزة تطلع من الأرض عشان ترتب الناس كيف تطلع فيه منظومة متكاملة سميها منظومة الحواجز الذكية ايه موجودة لنسا ما تنعبذت لكن مخططاتها موجودة يبغى أننا كنا وقتا يام كنت أنا شغال قبل ما أمشي كنت فيه بدايات أننا نبدأ في التفكير كيف نصنع الحاجز الذكي موضوع عندك تتخلص تقول ما في رجال الأمن 100% لا مو صحي ما تكتر لكن بدل بدل ما شوف هدفين بدل ما أكثف رجال الأمن وهذا شي مرهق وبدل ما أعتمد على القرار البشري القابل للخطأ هذا الاثنين إذا حققتهم المنظومة يكون أكثر عالية ويسيطر على الحشود ويوجهها لكنه موجود الحقيقة موجود ميش فكرة شوف المبنى أصلا صمم المبنى التوسع ومبنى المطاف صمم على استراتيجية واضحة المشروع المعماري التصميم المبنيين معتمد على كيفي على استراتيجية إدارة الحشود ليس على مبني على استراتيجية شكله حلو مدر المعماريين لدينا السوال في بعض الحياة مالا لزو معاي مدر لا بالأساس بالأساس تحقيق شوف المبنيين الوحيدين المطاف وهذا والمدينة معاي مبنية على هدف واحد إدارة وسيطرة على الحشود وبعدين لما وضعت الحل اللي حقي قال كمن الأحجية المعمارية حوله والحجيات الأخرى الباكية معاي لكن المنطلقات كله بغى كده أنا بعطيك البساطة الاستراتيجية الأولى عندك كتلة بشرية ضخمة بدل ما تتعامل مع الكتلة البشرية جزء الكتلة البشرية وتعامل مع كل جزء لوحده منفصل عن بقية الأجسام يصير الرجال الأمل بدل ما يتعامل مثلا مع تكر قام بس من راسي بدل ما يتعامل مع مليون أجزئها إلى عشر أجسام يصير الرجال الأمل يتعامل مع 100 و100 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 تسهل السيطرة هذه أول الاستراتيجية التوسعة السعودية الثالثة وتوسعة المطاب وتوسعة المبنية يا فتاح يا عليم على يقولون على تطبيق هذه الاستراتيجية التجزع عرفنا ما يقول لك المبدأ الإنجليز فرق تسد قسم وسيطر حينك جزأنا وسيطرنا خلاص وبعطيك مثال لأنه ما قدر أدخلك في الوحجية وحجية وحجية طويلة جدا عشان أشرحها كاملا معايا وأنا أتمنى أتمنى أنه من يديرها تحشود ويدير مدرية واللي يتعامل أنه يكون فاهم الوحجية الكاملة إشكالية إذا كان لأنه بعض الأحيان تنطلق مع الوقت الشي ينسى معايا الأديان تبدأ مع الوقت تلقاها تنسى تدخل فيها أمور أخرى معايا حتى الأفكار تبدأ واضحة بعدين ما اعتراكم وتغير اليد واختفاء كل مشروع لا عقل سميها ذاكرة المشروع إذا غابت ذاكرة المشروع يجوا الناس ما مفاهمين إيش الموضوع معايا ويبدون يديرونه بطريقة عجيبة لما ما مفاهمين معايا فأنا أتمنى لهذه لكن أبعطيك مثل واحد شو ما بنى المطاف هذا أول شي ليس مطاف واحد ستة مطافات مستقلة عن بها الناس يجبونه مطاف واحد ما هو مطاف واحد ستة مطافات مستقلة عندك الصحب وعندك في محل في دور معين يعني أنا حاطه مدري يفاحها الأول لم يحط فاهمه الآن لأنه ما شوفه يستخدم وفي الدور الأرضي وفي الدور الأول وفي يسمونه ميزانين ميزانين الدور الأول وفي السطح وفي ميزانين السطح ستة مدي سبعة مطافات مستقلة معايا هذا يعني إيش مستقل يعني مدخلوا الناس تدخل تصل إلي يسوون الطواف يصلون ركعتين الطواف يدخلون المسعة يخلصون الناس ويطلعون وهم ما احتكوا بالناس الثانية خلاص كل واحد مستقل الموضوع ما استكمل نحن كل شيء في الطريق إلى استكمال معايا لأن الدولة كل شيء تراجعوا بصفة مستمرة ترى منهم بدين يراجعون يطورون يراجعون يطورون والآن في طور الاستكمال للأشياء هذه خلاص ما الآن تجي في المطاف نفسه هذه الاستراتيجية الأولى قسمناهم إلى مطافات مستقلة يعني لو صار شيء في أي مطاف هذا الطاف الثاني أصلا ما تدري إنه صار شيء ورجال الأمين يقدروا يسيطرون عن الحل ويحلون المشكلة خلاص طيب صار مشكلة مثلا في مطاف الدور الأرضي أو الدور الأول لأنه أبسط أبسط واحد الدور الأول الدور الأول مسطح الطواف مكسوم إلى قسمه ليش تجي الاستراتيجية الثانية وهذا يبغى لها تركيز وإن شاء الله تفهمني مسطح البناء كانت فيه محوقات سابقة إن المبنى المبنى اللي حدينا لم يكن مصمم للطواف لأنه ما كان عندهم مشكلة الطواف كانت عندهم مشكلة يبغلون يوسعون للصلاة فهم صمم كمصلاة فلذلك كان كله أعميدة ودنيا وإذا جيت عند المسعى يصير فيه مخنق خمسة متر مدري عشرة متر مزروق معاي؟ فالناس ما يقدروا يطوفوا فيه معاي؟ لم يعد لمصلاة الهدف لم وصمم ما صمم عشان يكون مصلاة ممكن صلي فيه وقت ما تبغى لكن هو في الأساس في وقت الذروة يكون مطاف فنبغى نكبر إيش البحر حقه البحر حطيناه كم خمسة وعشرين هو خمسة وثلاثين خمسة وعشرين وعشرة متر ليش؟ قسمناه إلى قسمي الأول هو المطاف اللي نصطف فيه المكان الثاني هذه منطقة نسميها نسميها كذا التريمة بس التريمة ميب صحيح منطقة الملجأ إنه الناس تلجع لها مدى؟ القاعدة كالعاتي متى يسير الكارثة عند الحشود؟ تصير إذا زاد الكثافة عن رقم معين تبدأ يصير التدافع ويصير الموت خلاص؟ خلاص؟ هذه المشكلة الرئيسية فأنت فأنت أمام خيارين إذا ارتفعت الكثافة إنه رجال الآمن يفرغون المطاف يفرغون المطاف عشان يخفضون إيش؟ النسبة طبعا هذه يكون الناس قدوا ماتوا على بل ما تفرغ وتسحب الناس وتوقف لحد يدخل الناس قد تداعشت وماتت معا؟ ما استفدت شيء من هذه الاستراتيجية من تخفيض إيش؟ العدد لأن الكثافة الكثافة هي نسبة الفراغ العداد في المتر المربع تعطيك رقم الكثافة إذا ما تقدر أسمي أنا إذا ما تقدر تخفض الطلب الطلب الدمال الزوّد الصبلاي زوّد مساحة المعطاة فعلى طول تخفض إيش؟ الكثافة فالمنطقة الثانية بينها وبين المنطقة الأساسية هذه فيها الحواجز الذكية لما يصير التدافع الناس اللي تموت من إيش؟ تموت إنه الكفص الصدري حقها ينضغط فما عد تقدر تتنسل يسمونه الرئة تنهار يصير لها كل عبس فما يقدر يستنشقوا يموتوا معي؟ لك الناس ما تموت لأنه تموت لأنه خلاص الضغط هذا المخواه هذي كنا نبغى نصميمه لمستوى إن الحواجز هذه إذا جاها الضغط ليراكم معين تنفتح آآ تلقائيا؟ ها؟ تلقائيا؟ تلقائيا تنفتح معايا؟ طبعا هو يفترض كمان فيه رجال أمن لكن هي تلقائيا يفترض حنا ما صممناها حنا حطينا قواعد التصميم حقها وبدأنا لكن خلاص أنا مش هيتم هذي ريش تكملتها بحيث لو ارتفع الضغط أنا محتاجي رجل أمن يأخذ أمر من فلان ومن أعرف تنفكر خلاص أنا أزيد المعروض في منطقة فاضية نخفض ما يموت عندي أحد عادي ممكن يتعور شوية بش أهم شي ما يتموت الأعداد الكبيرة مع العرقام اللي نسمحها زي اللي قبل مدة قبل شهار ولا مثل اللي ماتوا في الصين ولا فين لا مو في الصين في كوريا الجنوبية في كوريا الجنوبية هذو السبب زاد الأعداد وما في تفريق ماتت الناس مدري مدري ميتين نفر هذو السبب وحنا ما نبغاها تسير حنا لا نرفض مبدأ إنها حتسير ما في واحد يجي يقول لك لا 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 ما حتسير لا يبني أنت افترض إنها سارك افترض الأسوأ وحط الحل وحنا حطينا الحل هذا الأسوأ فالعشرة ميتين هذو يسمينا منطقة يجيز فيها مي رجال أمن تكون فاضية يا رجال أمن رجال حقين صحة ميديكة الله ألا حاجة يعني أي خدمات خفيفة جدا ولكنها جاهزة ومده كما تسير حلاوتها أنت الآن تفترض السيناريو إنها في الذروة وإن الخمسة والعشرين ذيها متكة الناس مزدحمة فيها دم تجي الصلاة الرئيسية لما يجي الصلاة الرئيسية يشي سوون الناس يحتاجون فراغ أكبر لأن الصلاة تحتاج فراغ أكثر من الطواب فأعداد الناس في الفراغ هذا أكثر مما تستوعبه الصلاة فتحتاج فراغ آخر وتفتح هذه وقت الصلاة الناس تتخلخل الكثافة يصلون هم مرتاحين يطلعوا يكملوا من شواره فهي وظيفتي معاك هذه كلها في إدارة الحجوم ولا أحتاج تدخل ما أقدر ما في إنسان عاقل يقول لك ما يحتاج رجال الأمر معاك لكن وخطف الضغط على عداد رجال الأمر والتدخل البشري في القرار معاك هذا يصير مصيبة كبيرة عادي كالساعة رجال الأمر هم اللي يتصرفوا معاك لكن المشروع مصمم على هذا النعم نعم يجي واحد الآن ما هو فاهم كيف التصرف ما هو فاهم كيف بني المشروع وكيف الاستراثمارات بالمليارات مبنية على استراتيجيات استراتيجيات معينة يجي واحد مفاهمة أو ناسية أو حاجة أنا ما أدري أنا ما أدري طيب أنا أريد أن أصل اليوم في 20-30 من ضمن برنامج رامج الرؤية اللي هو برنامج خدمة ضيفة الرحمن يستهدفون أنه يكون فيه 30 مليون 20-30 العرام يكفي يكفي الآن ما يحتاج توسيع رابعة ما هو حج انتبه ما هو حج ما هو حج قالت احتاج تلسعه قرارات الدولة أنا ما أعرفها وحسابات الدولة لكن أنا كمهني في الموضوع ما أعرف ما تحتاج ما تحتاج انت توسع للصلاة الآن كالصلاة ما تحتاج مرة ما تحتاج وللعمر أتكلم لا تقول لي 30 مليون في الحج لأنه أصنع مشكلتك مهنة مشكلتك في الجمرات وهذه ما أعطي استوعبك إذا طلعت الحج من الأمر إذا طلعت الحج من الأمر ما وفرته الدولة الآن يكفيهم كل 60 مليون هو بالحسابات بالحسابات الرقمية طبعا ما تفتح للعمرة تقول لي والله أفتح للعمرة في شهر واحد طيب يعني إذا كان العمرة منتشرة على على الأشهر كلها ما عدا الحج اللي استثناء واللي هاجل يكفي طب ما قبل التوسعة كم بيكون يكفي في السنة شوف لا تزنوني في الأرقام لكن أنا لا أتكلم لك اللي موجودة الآن قم يشي أكبر لكن عشان أعلمك بالسنة لازم أدخل ويحسب لك يابل الزمن أنه في في عامل زمن للتوزين باعي لكن أنا بأعطيك أنا ما بدخل في الأرقام الدقيقة لكن قول الآن المطاف هو هي الزنقة في المطاف ترى الصلاة ما فيها إشكالية معايا لأنه اللي موجودك في أكثر من اللازم معايا الآن يخدم حوالي مليون ونص معايا مشكلتك ليس في الحرم وتوفير الحرم ولا فراغات مشكلتك في إيصال الناس وإخراجهم معايا وكانت جزء من خطة معينة والدولة والدولة إن شاء الله ما شيف في أمور التوصيل هي إشكالية لوحيش لوصول الخروج لكن توفير الفراغ لكن في الطواف أنا قولهم حسبة بدوية هي عندي الحسابات لكن الآن ما دامني ما أنا مستذكر أبسويها لك حسبة بدوية معايا مئة ألف في الساعة الآن استيعاب المطاف على أساس إنه كله مخدم وإنه الجسور واصلة وإن البوات مسيطر عليها لأنه بدون تكمل استكمال المنظومة بدون الحواجز ما ستوصل المئة ألف معايا تسير المئة ألف نظرية فقط لا غير لكن بدون استكمال المنظومة ما في مئة ألف نهائيا ما في مئة ألف فهنا نتكلم بالمنظومة الكاملة تقدر توصل بالضبط إذا اكتمل المشروع سنة سنتين معرفة إن شاء الله قريب بإذن واحد أحد حتصير المنظومة تستوعب هي مئة وسبحة لكن نقول مئة ألف نعايا مئة ألف في أربعة وعشرين اليوم في أربعة وعشرين ساعة كم؟ مليونين أربعة مليونين أربعة مئة أخصم أسوي لك خصمة خصم كذا يعني شيء الأربعة مليون 200 مليون قالي يا شيخ أنا ما بتاعف أنه شيل لك خمسين في المئة عندك مليون في اليوم في اليوم الواحد مليون الثلاثين مليون اللي قلتهم أخدمهم في شهر واحد فما بالك لو لو نشرتم على مدى السنة ما تحتاج طيب ما وفرته الديلة الآن في اعتقادي كامل متكامل مشروع مسار هو اسمه وجهة مسار ما عرفه اللي هو من محطة القطار عارفه تعاملت معه قبل عشرين سنة هل هو من المشاريع اللي أنت تقول أنه تستخدم تعتبر كشريان فهو ممتد إلى مسافة طويلة إلى القطار ما يكون حول الحرم بالضرورة لكنه يبدأ من الحرم ممتد أنا الحقيقة عندي أنا من الناس اللي أحبّد دائما تطوير النسيج القديم حتى العشوائي حتى الشعب أحبّده كذا لأنه يعطي فرصة لخلق بيئة مؤنسنة معاي أنا الحقيقة عشان بس لا أظلم أحد أنا لا أعرف تفاصيل هذا المشروع أعرفه لما كنت في المخططة العام وجاءنا كفكرة وكان عندي اعتراض عليه وكتبت فيه تقريب 27 لكن كان الاعتراض على معطيات قديمة جداً يبكينا الآن المعطيات مختلفة ولا أذكر 27 فيه 27 صفحة أنا أذكر جعلوا علي بعض الشباب من الأصحاب على أني لكن هذا من جزء الصراحة اللي ما أحبنا الحقيقة بعد الأحيان أني أجامل في أمور جذرية قد ما تكون من الذكاء وقد تكون من الذكاء إن كبراء الذكاء أنا أدري إيش دراني أنا لكن الحقيقة أنا ما أحبت التدخلات وتغيير اللغة أو حبت دائماً تطوير اللغة أنا ما أستفيد شيئاً حقيقة الأمر أنا عبدالله بن جنيد سيب الناس الثانين لا أستفيد شيئاً من أني أخلق لمحور مصطنع مصطنع بينما شرايين مكة الطبيعية تحقق لي نفس الأشياء ولكن بشخصية مستقلة لمكة لكني أجي وأرسم خط دون مراعاة لجبل، لوادي، لما أي وأي شيء أمامي عشيلة هذه نظرية في ناس يمكن يقول لك يقبلها ويسويها ويعتبرها هذه ما عندي مشكلة أنا أتكلم عن عبدالله بن جنيد أنا لا أحبت المصطنع أحبت الطبيعي معاه أنا مكة فيها من الشرايين ما يحول مكة إلى مدينة لا ترونك مختلف في اعتقادي في اعتقادي الشخصي لن أستمتع يمكنني عشاني معماري نكت ما أحد مدري يمكن لن أستمتع بإني أمشي في الطريق اللي يسمونه مسار ما حاستمتع له لأنه ربما من شيء في الطريقات ما حايفرق عني ما عارف شوف أي مدينة في العالم سوت هذه دبي ولا حاية لكن كان بيودي لو أنه تبع لأنه كان فيه مسار هناك للوادي ما يشي بطريقة غريبة كان فيه إمكانه بدلا الخط المستقيم هذا اللي ما يقدم شيء كثير قد يقدم يقول له ما عرف الأسباب ولا أعرف اللي أدت ورجحت إن الطريقة هذه إنها طريقة طيبة لكن أنا أعش على المستوى الشخصي لأنا أحب شرايين مكة الطبيعية وأطورها وأخلق بيئة مختلفة نهائيا خاصة بمكة وهذا المهم أن الصورة الذهنية للمدينة المدينة والعمارة عبارة عن صورة ذهنية أنت الآن إذا رحت أي مدينة ما عرف رح لك مدينة ورجعت إيش اللي بيقيل لك من زيارة تذيك هي الصورة الذهنية اللي جربتها معي صح 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 وهي الرسالة كل بعض الأحيان بتروح المدينة تقول لأيثني والله ما رحت لو استخدمت لك كلمتين في 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 تدميرها صح وبعض المدن تتكلم عنها بطريقة عاطفية صح ولا لا تومتلك شيء المدينة كذلك أنا في مكة يهمني ما يهمني يهمني السعوديين ويهمني أهل مكة يهموني حقيقة لكن يهمني في الأساس مخزون العالم الإسلامي ذا الثلاثين الثلاثين مليون اللي بيجون هذولا كل سنة عندي ثلاثين مليون ها جهاز إرسال جهاز إرسال كل الصورة الذهنية اللي شوفونها في مكة كل ما كانت خاصة بمكة مختلفة في مكة كل ما كانت تجربتهم مختلفة وكان نقلهم مختلف لكن لما أجيب لهم وحطهم في المسار هذا الصورة الذهنية اللي حيطلعو بها كانك في دبي أنا ما عارف أنه شيء في النهاية بخير المشروع يختلف ولا شيء لكن لا توجد فيها الصورة الذهنية الصورة الذهنية في الحرام مختلفة يستحيل واحد يدخل التوسع والمطاف ينسى الصورة الذهنية يستحيل واحد إذا اكتمل إن شاء الله يدخل مبنى المساطف وينسى الصورة الذهنية يستحيل واحد يأخذ تجربة الصلاة والخروج في الساحات والدخول في المناطق التجارية اللي حنا خلقناها هذه خمسة كيلو معاي وريحة إن شاء الله يجعون الناس يبيعون عطر وريحة والروائح هذا عارف الروائح يشعر عنك كل الريحة جزء من الصورة الذهنية اللي في مخيلتك نظرك كل شوائش حاولنا نفعلها فيما كان تحت سيطرتنا في الماضي أنا أتمنى إنه مكة بعد كلام اللي أولا تكلمنا عنه إنه كمان الصورة الذهنية إنه يصير التعامل معها في كل شيء في جميع في الخمسة الحواس مكة كان في تعرف إنه مكة إن كنت يستغربون علي ويش تنتم لا 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 تبيني 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 ما كنا كانت أمشي من منا من العزيزية لنا طب الحرام أنا في حديقة مستمرة في حد منكم يتصور الكلام هذا ما سيدي كلام كنت أدرس أصلاً في الحدائق هذه تسميها بخشة حنا أطلع من بيتي أروح البخشة هذه مكة خضرة مكة كانت خضرة والله العظيم حتى البخشة اللي عندها طولية كذا فيها واحد كان الله أيها رحمة من بيه مات اسمه عم عبد المعين وكذا بيته فيها كانت إدارة صحة البخشة كل بخشة فيها واحد بعياله ساكن حقته كان حقته يا ويلك تخطي فيها يا ويلك تلع وسعودي وعياله ورحونا المدارس معنا وهو شيخ شيخ البخشة هذه ومحافظة عليها وحنا نطلع من بيوتنا ونروح البخشة وين تاكي وفيها زروعة فيها ريحة ريحة زروعات ومدرشة الصفر عارفة الوردة الصفر كانت مكة تمشي من الحزيزية لين طب العرب أنا كنت أتحرك من بيتنا في المعابدة يومياً أمشي 13 دقيقة أنزل لينا الحرام وأنا راجل وأنا في أمن وأمان جو المهندسين شاهد قصة الخواجه يقول Before the engineers come جو المهندسين قرروا إنه والله الحريقة هذه ما لا لزوم ليه يا أبويا؟ قل لك والله نوسع للسيارة مزكوا دمروا حدائق مكة كلها وسعوا السيارات الآن تمشي في جدة كلها مكة كلها يزفل شو بعض الأحيان المشاكل في المهندسين نعي لكن مكة هذه كانت كلها خضراء وكانت فين في وادي إبراهيم وادي إبراهيم أصلاً مجاري مكة زمزم فكل حديقة فيها بيرها بيرها صغيرة كده والله نظيف وكان يأخذ من المياه اللي ما يشراحها لمكة وكان يفلتر هو أصلاً بنسحه للمياه كان يفلترها أصلاً والله نظيف ما حد يصدق الكلام هال لا وبعدين يعني عارف لما تقول لك حديقة حديقة مو بشجرتين يجيب لك نجيلة صناعية ويحط للعبة حقتها ولاقظ أطفال ويقول لك والله حاسبها عندنا يقول عندنا مئة حديقة مئة حديقة ولا قال الله كلها كلها كلام فاضي لكن حقت مكة حديقة والله يكونوا نجيب ونجيب ايش زواليش اسمها لنأخذها الدراسة نصلي عليها سجادة كل واحد حاطوا سجادة ونأتروا سئلة الفجر أيام الامتحانات نجلس فيها يسمحنا وقت الامتحانات عام عبد المعين الله يا رحمه يسمحنا أن نجيش وأن يعرف أنه وقت الامتحانات غير كده ما دي كان يقفل على الساعة وانت تخيل بس القصة بس القصة البسيطة اللي قلت عليك هذه كانت مكة عام الآن الله يعينك تروح تمشي في زفلت حار السيارة عصم يتصادمون نه 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 طيب أنا مغلو تصادم مع الشفاء و يعني أكرمتنا والله بهذه الجاية وبهذا الوقت وبهذا الحديث سلامت شكرا لك شكرا لكم شكرا لنواف الحربي وإيمان الحمادي في إعداد الحلقة والهندسة الصوتية عبد العزيز المزي وضياء الدين المدني التصوير أحمد أبو شعر وساعدة فواز البرجة والتحرير جميل عبد الأحد وعبد المجيد العطاس في التلوين وساعد في الإنتاج أصيل بفرض هذا فنجان أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع لأنشر كل الإنتاج بحب من مدينة الرياض الأسبوع المقبل ألقاكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر